أكثر من أنها لأنه لو عندك مئة فيلسوف في بيئة لا تشجع على الإنتاج العلمي والمعرفي لن يكون لهؤلاء الفلاسفة تأثير يمكن بعد مئات السنين لكن خلال العشروات السنوات لا أنت يدرس لا تقول يعني بعده يجيك بزر عمله 18 سنة يقولك أنا ما بيكمل عشان هذا ما يضيف لي أنت وش عندك عشان يضيف لك أي شيء يعطيك أهو عضافة هذا فنجان وأنا عبد الرحمن أبو مالح ضيف اليوم هو وعد المحية سنتحدث يعني عن فلسفة يمكن فلسفة طهد رحمن العالم المادي الأخلاق التعليم جولات هنا وهنا حياته فتوقع أن حلقة تكون يعني ممتازة ورهيبة يعني وبالمناسبة أنه كم واحد كده مؤخرا طلب أن تكون في حلقة عن الفلسفة بالمصادفة أنه وعد يعني مهتم بهذا المجال فهذه الحلقة ستتمحوا حول هذا الموضوع قبل أن نبدأ أودل منكم مشاركة الحلقة مع من تعتقدوا أنها تهمه وللاقتراحات للانتقادات للأفكار راسلوني على أبو مالح الثمان يددكم أما الآن نبدأ أهلاً وعد أهلاً عبد الرحمن الحلقة هذه بدون سماعات إن شاء الله أنها تطلع مضبوطة لنحيانا تزعج الناس أن يكون يلبس سماعة وسأشوف أحياناً مريحة خصوصاً بعد تجربتي كم حلقة بدون سماعات فنقول يا رب على الانتقادات خلنا نبدأ من آخر شيء الفيلي اللي في الغرفة اللي أصلاً فيه لك مقطع على ثمانية القناة وانتقدوك كثيراً لشانك زعلان صحي قريتا؟ أول شيء سلام عليكم رحمة الله وبركاته أشكر الاستضافة يعني أنا سويت المقطع وشفت بعض الانتقادات يعني ممكن خلنا نقول أنا شخصية الناس يعتقدون أني شخصية سنفور غضبان لكن على العكس يعني أنا في الحياة اليومية يمكن أكثر واحد يطاقضق على الناس ويطاقضق على نفسه يعني بس ممكن أني ما بديت أحط نظارة لقبل خمس سنة فدائماً كنت كذا فيمكن صارت قسمات وجهي علشان نضعف البصر كان دائماً معكش كذا فيمكن قسمات الوجه ساعدت وأيضاً جهورية الصوت الناس يقولون دائماً صوتك مرتفع حتى لو أحاول أني أخفض صوتي هو فيعتقدون الناس أني غضب لأنه دائماً الغضب يتحدد بقسمات الوجه ملامحك وبيعلو الصوت فهي طبيعية كانت موجودة فالناس يعتقدون أني غضبان حتى أن أمي يرحمها ما اكتشفت أنه أنا صوتي طبيعي هذا هو إلا قبل سنوات يعني أول دائماً كانت تزعر مني تقول ليش ترفع صوتك علي أقول والله يما ما رفع صوتي تقول إلا دائما ترفع صوتك أنت بعدين بدأت تكتشف أنه لا أنه هذه طبيعة صوتي يعني جعلان رضيان هذا صوتك إذا زعلت ما يرتبع زيادا لا ما يرتبع زيادا أكثر من كده يعني يتعرضون إلى ثقب فيه خشاء الطبلة يعني حق لذان طيب كلنا نريد أن نجيب قهوة فنجان قهوة فنجان مسيخي دائماً ما تشرب قهوة لا أنا أشرب قهوة بس قهوة عربي أنت ما تجيب أنت عندك فنجان بس بدون قهوة عربي آه صح قهوة العربية عادة تشربها آخر مرة قلت لي جيب دلتك معك تذكر أو لا ملا خلاص اليوم جاي مش تعجل بصعب أني أروح أجاهد دلة أوكي لا على كده نجيب لقهوة عربية بسيطة لا خلاص اليوم رأحت ما في مشكلة طيب يعني فيه من الحلقة هذه توقع أنت دائماً كده وعد عنده أرأة حادة صح لا لا من الحين بدأنا أصل هذا الرأي الحاد الوحيد اللي يقول لا أوكي زين طيب يمكن قبل سنين صح الآن تقريباً من خمس سنوات ست سنوات لا ما عاد إلى درجة أني أصبحت شكاك في كل شيء شلون ما عاد أستطيع أني أقطع في أي وجهة نظر أقولها أول كنتك طياني إي زي هش يعني مثلاً؟ يعني أول أي فرضية أقدمها أو أي رأي قدمه كنت أعتقد أني أقدمه أنه هو الحقيقة النهائية لكن بعد السنوات والعمر والقراءة والخبرة تبدأ تعرف مدى محدودية معارفك وعلمك وإدراكك وتصوراتك عن العالم وعن الناس وأن هذا الكون والإنسان طبعاً كون أصغر معقد إلى درجة كبيرة فما تستطيع أنك تقدم عنه رأي حاد وحاسم ونهائي كل ما تستطيع أنك تقدمه هو مقاربة وهذه المقاربة دائماً تبقى قاصرة وتبقى مقاربتك أنت وليست مقاربة خلنا نقول مقاربة مجمع عليها يعني حتى المقاربات العلمية هي تبقى مقاربات وتبقى قابلة للدحف والنقض فبالتالي أنت يعني الحقيقة الوحيدة التي أنا أقطع فيها هي أن الله موجود مع ذلك يعني تقطع بصحة بنسبة كبيرة لكنك ما تستطيع أنك تتأكد أن هذا الشيء فعلاً مئة بالمئة موجود يعني الحقيقة الوحيدة هو الله كل ما هو غير الله فهو متغير وهو متشكل يعني لو سألتني من وعد مستحيل أني أعرف لك نفسي أنا ما أعرف نفسي فكيف أحكم على الآخرين أو على الأشياء من حولي لكن أنا أقول لك أنه أستطيع أني أقول رأيي في هذا الشيء كذا 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 لكنه ليس الرأي النهائي ولا الحقيقة يمكن بعد سنة أغيره لأنني أكتشف أشياء جديدة أو أنظر من زاوية أخرى فيعني ما عاد فيه وثوقية مثل أول طيب كيف وصلت لك إلى الحقيقة الوحيدة يعني الله يعني هذه أساسا أني يمكن ترجع إلى معاناة طويلة يعني رحلة من البحث والشك واليقين واللايقين ثم يعني يمكن وصلت إلى النوم لو فرضنا أن الإله غائب الله بالتحديد يعني تنتهي الحياة إلى عبثية تامة وتفقد معناها فبالتالي أعتقد أكثر شخص يكون صادق مع نفسه في إنكار الإله هو ذلك الذي ينتحر عندما يكتشف أن الإله غير موجود يعني تصبح الحياة عبثية وبلا معنى بشكل لا يطاء فما الذي يجعلك تبقي على نفسك في هذه الحياة العبثية والتي ليس لها معنى كنت شاك في وجود الله يعني خلنا أقولك أنه أنا وصلت إلى مرحلة شكوك كبيرة الشيء الوحيد الذي كان باقي هو الله يعني هل الله موجود أم غير موجود كفرضية منطقية لتفسير العالم أنك تقول أن الله موجود هذه فكرة أكثر منطقية وأكثر معقولية من نفي الإله لأنك إذا نفيت الإله تعود إلى مثلا أن العالم هذا تكون عن طريق الصدفة واحتمالات أن يكون هذا الكون جاء قابل للحياة يعني يحتاج إلى ملايين الاحتماليات والتكرارات حتى ينتج هذا العالم وبالتالي هذا الكون الذي قابل للحياة اللي نحن موجودين عليه الآن اللي هو كوكب الأرض فكان فكرة أنه لا اللهم وجود هي فكرة أفضل منطقيا ثم بعد فترة يعني من التمحيص تقول أنه ليست فكرة وجود الله فقط هي التي تكون يعني تدعم هذا المنطق إنما هذا العالم من أين جاء أساسا قولك بأن هذا جاء فمعناته أنه أو هو موجود فمعناته أنه يوجد هناك موجد له ففكرة أنك تقول موجود كلمة موجود تحيل على موجد بالضرورة يعني طبعا أنا ما أنا مختص بالعلوم الطبيعية ولا الفيزياء ولا نظرية التطور ولا كذا لكن دائما أنت تقرأ يعني خلنا نقول ترتد تنعكس على نفسك ثم تحاورها تحاور هذا الكون من حولك ولو يكون حوار صامت لا يسمعه إلا أنت يعني لأن الإنسان دائما ما يحاور نفسه قبل أن يحاول الآخرين يعني هذه يمكن أن نتطرق لها على مسألة الحوار لكن هذه التي كانت يعني يمكن أن نقول أنه بدأت في عام يمكن من عام 24 الـ 424 بدأت يعني ما حسم الأمر فيها يمكن إلى عام 30-31 قريب يعني خمس ست سنوات ونت تعيش في صراع وهذا الصراع جزء منه يخرج إلى العلن وجزء ما يخرج وتضطرب علاقتك مع أهلك يعني الله يرحمهم اضطربت علاقتي مع أهلك لدرجة كبيرة لأنني حاولت أعتنق الجانب أو الفلسفة المادية لأضطرت يعني أذهب إلى النهاية في هذا الأمر وجدت أن في النهاية تصبح أقرب علاقة حميمية لك مع أقرب الناس لك أمك تصبح مجرد علاقة مادية نفعية كيف؟ يعني هي ما أنجبتك إلا لأنه عندها غريزة وهي ما أرضعتك إلا لأنه عندها غريزة فتصبح هذه العلاقة الحميمية أكثر علاقة تراحمية موجودة تصبح تفسر بتفسير مادي يجعلك لا تطيق أنك تعيش أنك ترغب في التفكير في مثل هذا الأمر يعني يصبح كل شيء نفعي وكل شيء مادي فبالتالي ينتفي المعنى وتنتفي أي روابط حميمية هذا الشيء جعل علاقتي مع أمي الله يرحمه تتوتر لفترة يعني ليست بالبسيطة فدائما كانت تقول أنه ابتعادك عن الدين يعني هو الذي يعني يسبب لك هذا القلق رغم أنها أمي بعد سنوات اكتشفت أنه فعلا هذا الشيء يعني أنا كنت متدين سابقا ليس بمعنى طبعا لأني أنا ما عشت في السعودية ولا شفت مرحلة الصحوة أنا ولدت لأمرأة سورية ما عاشت مع والدي في السعودية لأشهر ثم عادت وأنجبتني في سوريا وعشت 17 سنة كل طفولتي مراهقتي في سوريا فما تعرضت لجو الصحوة بين قوسين يعني لكني كنت متدين يعني كنت أصوم وصلي وأقوم الليل تعبد وأتهجأ أيام طويلة يعني رمضان كله يعني في الغالب كنت يعني أقضي في التهجد ثم جيت على السعودية بدت الأمور لا بالعكس ترتد ترتد تختفي تخفت تخفت إلى أنها أصبحت يعني لهذه الحالة الشكوكية التي خرجت فيها من طول الإسلام طبعا ما في أحد كان يعرف أني خرج من طول الإسلام بحكم أنه أساسا بدت الصحوة تخفت ما عاد الناس يركزون على الإنسان هل هو يصوم يصلي يحضر المسجد ولا ما يحضر طبعا الصلاة يبدون الناس يلاحظون ممكن خصوصا بالبيت أنك ما صليت لكن الصيام أصبح حكم عادة أنت صايم مع الناس بالبيت بحكم أنه ما في غد وما في بطول خلص أنت معهم وأساسا أنا ما أحب لك كثير أنا يوميا صايم تقريبا فهذا الشي يعني أذكر بعد علاقتي بالإسلام أنه هي علاقة مضطربة من البدايات من عمري ست سنوات يعني أنا درستني أمي الله يرحمها في مدرسة خاصة شبه داخلية يعني لأنه أنا أخوالي يعيشون في منطقة شمالي شرق سوريا هذه تواجد فيها نسبة كبيرة من المسيحيين في سوريا يعني تكاد هي ثاني منطقة في سوريا ومن أقدم المناطق يعني للحضارة المسيحية لأنها قريبة من بلاد العشورية من العراق وفيها نسبة كبيرة من المسيحيين فكانت هذه المدرسة هي مدرسة باب المدرسة التبشيرية فكنت أنا الوحيد تقريبا أنا واحد ثاني بس في المدرسة كاملة اللي مسلمين الباقي كلهم مسيحيين فأنا دخلت روضة وأول ابتدائي وثاني ابتدائي مع المسيحيين فكنت يوميا أصلي الصلاة المسيحية باسم الأبو الأبو ورح القدس وأرجع البيت أنا مسلم فكان دائما عندي اضطراب أنه كيف هذول أهلي المسلمين وأنا أدرس مع مسيحيين تعلمت السريانية لغة المسيح الأولى لهم يقرون علينا العنجيل والصلوات السريانية والآرامية وهذا أكثر شيء ندمت عليه يعنت أني لازم أطلع وأروح مع مدارس المسلمين وهذا أكثر شيء ندمت عليه كان الحين أنا أقرأ الأهد القديم والجديد بلغاتها الأصلية أو اللغة الأساسية فكان هذا يعطيك مخزون لغوي ومعرفي كبير الآن أنا أفتقد هذا شيء عندما أبحث في أي نص تصادفك كثير من الكلمات التي ما تعرف معناها ترجع للقواميس أو أساسا هي تكون مترجمة فدائما الترجمة فيها لابس لكن لو كانت عندك القدرة على قراءة النص الأصلي بلغة الأصلية أعتقد بيفتح لك مجال كبير في المعرفة طيب بس ممكن يكون برضو أنه بيكون أثر على دينك حتى أنت صرت تصلي أنا أعتقد أن الله هو الهادي يعني في النهاية هذا الآن يعني قد ترى رجل قضى عمره في الصوم والصلاة ثم يختم له الله بأكس الهداية يعني لا يزال الرجل يعمل عمل أهل الجنة حتى يكون قوسين ودنة من الجنة فيعمل عمل أهل النار فدائما أنا أقول في النهاية أن الله هو الهادي لا تهدي من أحبابت أن الله يهادي من يشاء طيب وهو على الترجمة لعلن يجي على كيف أنه يمترجموها العرب في الفلسفة الرشدية وغيرها هل هو بدين هي ترجمة للغات الثانية من العربية فهل هذه الدورة أخذت شكل من أشكالها بس خلاها بعدين يعني لكن ودي أنت مرجعت أنت مرجعت بدت تشكوك كتير هل هل أنك بدت يعني كذا أنه زيادة المعرفة ولا دخولك في الفلسفة خلاك تبدأ تشك إلى أن تعود إلى الإيمان ولا هي لمثلا البيئة ولا وش بضبط أنا أعتقد أحد أول الأشياء اللي صادفتني في السعودية بعد عودتي طبعا قبلها أنا في سوريا بعد ما خلصت الابتدائي دخلت المرحلة المتوسطة المرحلة المتوسطة يبدأون يعطونك بسبب أنه سوريا دولة يحكم أحجب البعث أحجب البعث هو قائد الدولة والمجتمع فقائد المجتمع يعني أنه له تأثير على المجتمع فابتالي على المدارس أيضا فيبدأوني هيئونك أنك تصبح عضو في شبيبة البعث فأنا عندي نقمة على حزب البعث لأنني أعرف كيف يعامل السوريين وكيف الناس يخافون وكيف الجدران لهذان فدائما كان عندي وعندي وعي أنا سعودي فما عندهم قدرة أنا ما أنا مثل الناس الثانيين المواطنين دائما عندي قدرة ولو أقل على التمرد بس كنت أعي أني ما أحب أتمرد زيادة علشان ما أسبب مشكلة لأمي والخوالي لأنه أنا مسؤوليتهم بالنهاية يعني فممكن يصير فدائما كانوا يحاولون أنهم ينسبوني لحزب البعث فما كنت أنتسب فكانوا يقولون طيب لازم تدفع في رسوم وفي كده فأنا أقول أنا أدفع الرسوم بس ما أنتسب كانت الرسوم سبع ليرات يعني هذي كل أيام أقل من نص ريال يعني في الشهر وكان أيضا هناك تدريب عسكري كل يوم جمعة طبعا في الشهر يحدث مرة لأنه دائما على الفصول يعني يأخذون الفصلين أو ثلاث فيصدف بالشهر مرة فأنا ما كنت أحضر فكان يوم الجمعة يبدأ طابور يوم السبت الصباح يطلعون الناس اللي ما حضروا تدريب العسكري فأنا كنت دائما أول واحد فدائما كانوا يقولون أنت وهابي ما معنى وهابي يعني أنا ما في يعني أنا أنت من قبيلة شمر العائلة ما فيها وهاب ما في عبد الوهاب نهائيا خوالي ما فيهم واحد وخواليهم الملحم بعد وش الوهابية إذا كتشفت أن الوهابية يعني قالوا لي الناس أن الوهابية هذا سعودين وهابيين طيب وش هم وهابيين قالوا يعني يتبعون محمد بن عبد الوهاب قلت أوكي أنا موصوم بأدنية وهابي فأجيد هنا انصدمت بين قوسين يعني الناس اللي خلنا نقول ينتمون إلى الوهابية أو يدعون أنهم وهابيين على الكتاب والسنة وكذا تجد يعني خلنا نقول إزدواجية في المعايير إزدواجية في التدين تجد عندهم الحفاظ على الصورة الشكلية للمتدين والدين لكن بدون الالتزام بتعاليم الدين اكتشفت أنت أو من القراءات لا لا بديت أكتشفها أنا أشوف العالم يعني يأتي إنسان إمام مسجد مطوع أو ملتزم أو كذا أي أن يكون حسب أنا ما أقول على أنه كل أئمة المساجد أو كل المطاور لكن تجد ناس في محيطي كان يعني مثلا عادي يشتغل في الربا ويحاولون يأولها عادي أنه تلقاه يكذب عادي أنه يستغل المنصب وعادي يستغل فتقول أنه الأخلاق ما تقول كذا الدين الإسلامي ليس عبادات فقط هو أخلاق ومعاملات فتجد فيه انفصال بين الجانب الشكلي من العبادات والجانب التعاملات اليومية والأخلاقية هذا بدأ يعيد عندي أنه بدأت يعني أعيد النظر في هذه العلاقات كيف يتعامل هؤلاء الناس المتدينين معها خصوصا أنا كنت متجدين جيت للسعودية أيضا لقيت أنه بالعاكس شيء كويس أنه العالم متدينين وأن تمشي في هذا الخط بدون أني أكون ملتز يعني أطلق اللحية ولا ألتزم لكن بطبيعة بالدين الفطري يعني بني أصوم وأصلي يعني أقوم ببعض العبادات بعدين تكتشف أنه فيه شيء غلط فيه خطأ فيه مشكلة تبدأ تستشكل الأشاهد وين الخطأ هل هو في الدين أو في سلوك المتدينين طيب إذا كان الدين يحظن على هذا النوع من التعاملات والأخلاقيات لماذا هذا الانفصال لماذا الناس لا يطبقون هذه الأشياء يعني يلتزم في العبادات لكنه لا يلتزم في المعاملات وفي الأخلاقيات مع القراءة تبدأ تأخذك الأمور يعني أكيد أنه الأقران لهم تأثير يعني أنك تجتمع مع ناس وعندهم بعض النزعات ويدلونك على بعض الكتب تبدأ تقرأ تبدأ تتشكك تبدأ يصير عندك أسئلة كثيرة ما كنت مفكر فيها وخصوصا أنك للأسف يعني أنه في البيئات العربية وخصوصا في السعودية لا يوجد تكوين للفرد بين قوسين المواطن أو الطالب بالتحديد يعني تكوين معرفي ومنطقي يجعله قادر على الحجاج وتفنيد الآراء وفحصها والاستدلال عليها يعني معرفة فاسدها من صحيحها ما عندك هذه القدرة فبالتالي أي شبهة تعرض لك قد يعني تحرفك لأنك ما عندك قدرة على فحصها حتى في مجال المجال الديني البحث يعني الفقه واصول الفقه والحديث تجد كثير من الطلاب العلم الشرعي ما عنده الأدوات هو يردد فقط وهذه مشكلة أنك أنت تحفظ دون أن تعرف أو تعي هذه كانت مشكلة ثانية فهي هذه أنه كثير من الشبهات اللي أعرضت لي ما كان عندي القدرة على تفنيدها ثم على أيام والكبر والقراءات يعني مذاهب متنوعة ثم يعني بعد عام 31 هي كانت العطافة الحقيقية يعني أنه كان هناك حاجة في النفس أن تعود إلى نوع من التدين لأنك تحاول أن تجد المعنى طب خلق قبل أن تعود فترة الشك هذه فترة البعد يعني إذا طردنا أنه أنت كنت قبل متدين بدين بعض ذي الفترة يعني كانت تقريباً خمس سنين شيء زي كده سم تقريباً خمس ستنوات يعني كانت من 22 23 إلى بداية الـ 30 29 30 حلو كيف كانت حياتك وقتها يعني وش الأشياء اللي يعني ونت بعيداً الدين كانت تخني أخلاقك نفس الأخلاق يعني أو لا كفرت بالأخلاق أحد الأصدقاء مثلاً كنا نجتمل ف يعني أنا ما عندي علاقات نسائية أساساً ما تقدر تسوي علاقات نسائية صعب كان فيها وما تقدر تتعال العالم ومتشددين وتحتاج إلى قدرة مالية أيضاً وإلى السيارة وإلى كذا فلكن خلن نقول أنا ما كان عندي نزعات إلى إقامة علاقات البحث عنها وما كنت بعد يعني خلن نقول بينقوسين يسمونه سربوت يعني تشرب ولا تدخن ولا مخدرات أو أي شيء فكان أحد الأصدقاء يعني بحكم أنه عنده قدرة مالية وخريج أمريكا ودرس بريطانيا لا مو سربوت بس أنه يشرب أنت على وشه يعني متشكك أو يعني أنك متدين يعني طالع من الإسلام يقول لي ليش يقول لي أنت رعي بنات ولا تشرب ولا تشرب يعني على وشه يعني أنت حتى لو فرض أنه فيه نار بتروح على النار على الفاضي يعني ما كسبت شيء يعني فأنت لا دين ولا دنيا لا دين ولا دنيا يعни لا أنت الخلاص صرت دنيوي وانغمست في اللذات وشاوات ولا أنت المتدين وحافظت على نفسك يمكن أن تقول ما أدري يعني هذا شيء داخل نفسك أنت هذه صراعاتك النفسية واستشكالاتك على العالم وعلى المحيط الذي أنت فيه واستشكالاتك على نفسك ونوازعها ليس له علاقة بأنك أنك ترغب في الانحراف لتجد راحة يعني بعضهم لا يتدين ليس لأنه ضد الدين أو ليس مؤمناً بالدين إنما ليجد الراحة إذا فعل أفعال يرى أن الدين يحرمها في راحة نفسية لو أنك أنت قلت أنه أنا ما أؤمن بهذا الدين لكن في قرارة نفسك قد تجد أنه حق أو قد تعرف أنه لديه يعني فيه جانب من الحقيقة لكن بأنك أنت منغمس في اللذات وتعرف أن هذه اللذات يحرمها الدين فتقع في هذا الصراع ثم تحسم الصراع أنك تغلب اللذات ويقول أنه هذا الدين لا ليس بحقيق طب وقتها كنت مرتاح نفسياً بلاش وصلت ولو نبطة المرتحت نهائياً نهائياً لا ما كان فيه راحة لاش لأنه هو الغاية أنك تروح ترتاح يعني تنزع عن نفسك هذا الحمل الأخلاقي والتكليفي بغرض الراحة ثم تجد أنك ما ترتاح للاس لأنك قلت لك أني ما تنغمس في اللذات أنت دائماً عندك هاجس التفكير لماذا هذا شيء وجد ولماذا هذا لم يوجد لماذا وجد بهذه الطريقة ولم يوجد بطريقة أخرى فدائماً كان الهاجس معرفي فهذا دائماً كان يشبب لك قلم يعني أنا قرأت في الماركسية وقرأت المبادئ الأولية للفلسفة المادية يعني إذا أخذت الموضوع إلى نهايته المنطقية أو اطردت الطرادة منطقياً إلى آخير تجد أنه هذه الحياة تصبح جحين عبثية لا معنى لها يعني وش معنى أني مثلاً أنا أقول أنه هذه الأرض لا يحكمها إله وهي صراع طبقي ويوجد فقراء يستغل لهم الأغنياء ويستغل لهم رأس المال ويستغل لهم صاحب السلطة ما الذي يجعلني أدافع عن هؤلاء الفقراء وهؤلاء الضحفة؟ لماذا لا يصبح أنا القوز؟ كان فيه نوع من الراحة أو العزاء فيه النتشوية النتشوية يقول لك لا خلك أخلاق القوة إرادة القوة خلك قوي والأخلاق هذه ما أوجدها إلا الضعفاء لأنهم لم يستطيعوا أن يكونوا أقوياء ويرغبون في الحد من قوة الأقوياء وسلطتهم مع المحاولة النتشوية أنك تصبح إنسان سوبرمان أيضاً لن تجد راحة لأنه دائماً هناك شيء داخلك يعذبك أنك ما الذي يجعلك ترغب في التسلط على هذا الضعيف؟ ما الذي يجعلك أن ترغب في أن تغتني على حساب هذا الفقير؟ هناك يعني اللي يسميها يمكن عليه عيزة بيكوفيتش بقايا الجذوة الفطرية والأخلاقية في الإنسان هو يشبه في كتابه الإسلام بين الشرب والغارب أنه الإنسان الغير المتدين أو المنحد أو الذي ينكر الإله أو ينكر الدين لأن بعضهم تعرف أن المذاهب اللي رافضة للتدين ليست مذهباً واحداً بعضهم ينكر الخالق نهائياً بعضهم يقر أن هناك رب لكنه ليس إلهاً بمعنى مشرع هو صانع الساعات الأعمى الذي صانع هذا الكون ودار ظهره يعني حسب بعضهم يؤمن أن هناك رب وإله لكن ما في هناك أنبياء أو تشريعات فتتفاوت المذاهب في هذا الأمر فعلي عزة بيكوفيتش يقول أنه خلنا نجمل هؤلاء في مجمل واحد لنقارب ماذا يقول علي عزة علي عزة يقول أنه هو الموضوع الأخلاقي الذي يجعل الملحد أو اللاديني أخلاقياً هو الفطرة الإلهية الموجودة داخل الإنسان هذا حتى لو أنكرها كمثلاً لو دخلت إلى غرفة وكان فيها موقد نار ثم انطفع هذا الموقد ودخلت أنت بعد انطفاء هذه النار لازلت تشعر بحرارة هذه النار وإن لم تجدها مشتعلة أو لم تجد لها أثرة فيقول هذا هو الأثر الخفيف لذلك يسمي يقول أنه يوجد ملحد أخلاقي لكن لا يوجد إلحاد أخلاقي بمعنى أنه الألحاد نفسه كمنظومة معرفية وفكرية لا يمكن أن يكون أخلاقي لكن الملحد الفرد قد يكون أخلاقي لأنه بالضرورة مخلوق إلهي وعبد لله مضطراً حتى لو يكون مختاراً طب هو علي يا عزة بيقفيتش يقول برضو أن الدين لا دين بلا أخلاق أو لا أخلاق بلا دين نعم بس نقدر برضو نأخذ أنه يعني كثير من الفلاسفة يعني فيه ناس كثيرين اللي قالوا حلو وجود الأديان حتى وإن كانوا من الحديد حلو لأن الأديان في الأخير تخلي توجد أخلاق وداماً أنها تحققت الغاية فما في مشكلة فيه ناس تانين برضو يقول لك لا ما لها دخل الأخلاق هي شيء يعني هو فلسفي يعني عندك كانت عندك غيره اللي يقول لك ما لها دخل يعني يعني الأخلاق يمكنك توصل لها بشكل فلسفي وأنت ما عندك دين يعني بالضرورة يعني هي النظرة للأخلاق أو المسارات الفلسفية التي حاولت مقاربة الأخلاق والدين تأخذ بحسب معرفتي القاصرة يعني ثلاث مسارات المسار الذي متأثر مثلاً بالفلسفة المسيحية طبعاً نحن نتكلم عن الفلاسفة الغربيين يعني أكثر من الفلاسفة العرب لأنه ممكن ما عد فيه ما فيه فيلسوف تقني بالمعنى التقني للفلسفة في العالم العربي يعني ممكن مئة سنة الآن فيه فلاسفة عرب مسلمين سابقين لكن الآن النظر الأخلاقية أو الفلسفية في الغرب يعني تعتمد ثلاث مقاربات مقاربة تقول أنه الأصل أنه الأخلاق فرع عن الدين ومقاربة تقول أنه الدين فرع عن الأخلاق ومقاربة تقول أنه لا علاقة بين الدين والأخلاق الدين دين والأخلاق أخلاق والارتباط بينهما وإن كان هناك بعض التشابهات يعني ترسأ الفلاسفة الذين لهم تكوين مسيحي أو يهودي يرون أن الأخلاق من بعها الدين كانت هو الذي أول من وضع هذا المذهب الذي يرجع الدين إلى الأخلاق أن الأخلاق هي الأساس تجد إنسان غير متدين لكنه خلق فالأخلاق هي الأساس والدين هو فرع عنها والرأي الأشهر اللي يتبعونه مدرسة ديبي دهيوم اللي يرى الفصل بين الأخلاق والدين أنه الأخلاق أخلاق والدين ولا العلاقة لهم وكل واحد يقدم أطروحاته يعني طبعاً يعني الذي خلني يقول أعطاني بعد مسار العودة إلى الدين أني تعرفت على شخص بالصدفة في تويتر ودائماً كان هو الذي ندخل في مساجلات وردود وكان تقريباً هو أكثر شخص عنده القدرة على الحوار والالتزام بالحوار ومقتضيات الحوار واخلاقيات الحوار ومنطقيات الحوار وكان أكثر واحد هادي وعنده القدرة على الردود وتفنيد الأراء فكنت أدخل في المنشن والردود اللي بينه وبين مجموعة من الذين يعني من أصحاب الذين ينتمون إلى المدارس الفلسفية التي يعني تغاير هو من أصحاب الذين يقولون أن الأخلاق ودين شيء واحد فكان يرد عليهم هذا الشخص دائماً كان هناك شيء يطرحه يعني كأني أول مرة أسمع هذا الطرح ما على كل الكتب اللي قرأتها ما كان فيه شيء يعني صادم من القدرة على الحجاج والمنطق والسبك فبعد محاوراته وجدت أنه ينتمي لي أو يعني ممكن نقول ينتمي أو يعني يروج أو يعني لمدرسة طاحة عبد الرحمن كنت أول مرة أسمع بفلسفة طاحة عبد الرحمن وكانت هذه في مرحلة نهايات الشكوك فأذكر أني مرة مريت على معرض الكتاب فكان كتاب روح الدين أول سنة صدق 2012 فهذه كانت مريت مرور الكرام لا بالعكس ما مرور الكرام الكرام يمرون ويقدرون الأشياء مريت مرور اللئام على روح الدين يعني وأنا أعتذر يعني ما قدرت هذا الشخص ولا هذا الكتاب حققته فهذا أيضا من يعني المساكين الدجاليين الذين يحاولون أن يروجون الدين بطريقة فلسفية ومنطقية وكذا فمريت ولا أخذت الكتاب نهاية 2012 بدأت أتعرف على طه عبد الرحمن أكثر 2013 اشتريت كتب طه عبد الرحمن واعتكفت على قراءة كتب طه عبد الرحمن يعني تقريبا سنة كاملة أنهيت المشروع إلى شيء بسيط يعني فكان نقلة نوعية يعني القدرة على الحجاج القدرة على البناء والتخلق الموجود في هذا الشيء يعني تعريف الإنسان أنه كائن أخلاقي وليس كائنا عقلانيا كان هذا شيء صادم رغم أنك أنت تمارسه يوميا ترى هذا الشيء أمامك كان شيء عجيب أنه يعرف الإنسان أنه كائن أخلاقي وليس كائن عقلاني على خلاف التعريفات يعني من الإغريق إلى الآن والتي تأثرت فيها المدرسة الإسلامية في الفلسفة إذا استثنين يعني ابن تيمية وأتباعه الذي ما كان يعرف الإنسان بهذا أو ما يعرف العقل بهذا التعريف الأغريقي والأرصدي بالذات فكان يقول أنه انظر إلى شخص قمة في الذكاء والعقل لكنه يأتي فعلا قبيحا تستهجنه الفطرة الإنسانية كأن يكون قاتلا أو سفاحا فتصف هذا الفعل أنه لا إنساني رغم أن هذا الشخص يكون عقلاني قد يكون طبيب مثلا تعرف بعض الأطباء النازيين اللي أقدموا على تجارب على الإنسان انتاكوا إنسانيته فكانوا يصفونهم بأنهم لا إنسانيين هذا فعل لا إنساني رغم أنه فعل عقلاني جدا ثم يأتي إنسان بسيط ما عنده عقلانية وما عنده قدرة كبيرة على التحليل والاستنباط والاستنتاج لكنه يفعل فعلا إنسانيا كأن يرحم عجوز أو يعطف على طفل أو كذا فتقول أن هذا الفعل إنساني وكأننا بأسلوبنا العادي اليومي باستعمال اللغة الطبيعية نعرف الإنسان من خلال فعله الأخلاقي وليس فعله العقلاني فأنت عقلاني لكنك لست إنساني وأنت إنساني ولست عقلاني مثلا لو وجدنا طفل ساقط في النهر والنهر أو سيل هائج وأنت شخص تعرف السباحة لكنك لا تستطيع أنك تعرف يعني الإنقاذ لكنك لا تتمالك نفسك إلا وتلقي بنفسك إلى التهلك هذا الفعل من الجانب العقلاني الأداتي هو فعل لا عقلاني لكن من الجانب الإنساني الخارجي من ينظرون إلى هذا الفعل يقول أنه هذا الفعل إنساني لو حاججت أن الإنسان كان عقلاني أو أخلاقي قالك لا الإنسان كان عقلاني فحاججته على هذا المنظر إنه قلت العقل يقول لك لا تلقي نفسك إلى هذا الشيء ولا تنقذ الطفل يموت آدي فيه مليون طفل ثاني غيره مبضروري فقالك لا يا أخي هذا الفعل لا إنساني إذن أنت أعدت الإنسان إلى الجانب الأخلاقي وعرفته بأنه الأخلاقي وليس العقلاني وقد تجتمع العقلانية والإنسانية والأخلاقية مع بعض لكن هذه رتبة أعلى من يسميها طاه عبد الرحمن عنده مراتب ثلاث للعاقل يعني العقل المجرد والعقل المسدد والعقل المغيد لكن أنا يمكن أخذت جانب من العقل المجرد يعني وأضفت عليه أو حاولت أنني أستنبط كلمة مرادة قريبة منه يعني العقل المجرد العقل لأنه طاه عبد الرحمن يقول العقل المجرد أي المجرد من الدين لكنه قد يكون عقلا تحليليا استنباطيا عقلا عظيما يستطيع أن يتعامل مع الظواهر ويستنتج منها ويقدم نظريات ويكون أرقى منه العقل المسدد فالعقل المسدد هو يستبطن هذا العقل المجرد لكن لأجل اللبس أنا حاولت أن يقول أنه العقل المجرد الذي يستطيع أن يجرد المعقولات من المحسوسات فالعقل المسدد يحتوي العقل المجرد والعقل المؤيد هو أعلى مرتبة يحتوي العقل المسدد والعقل المجرد فبالتالي قد تكون أنت إنسان مسلم لأنه دائماً فيه هناك حجة أنه لا يجتمع الإيمان والعقل وكأنه هناك تضاد بينهما طه عبد الرحمن يعيد تعريف العقل يعيد تعريف كل المصطلحات تقريباً الغربية ويضع مصطلحات مقابلة ويشقق مصطلحات وكلها تعود إلى ما يسميه المجال التداولي الذي هو يعني يقول أنه كل قوم عندهم مجالهم التداولي الخاص اللي هو فضاء اللغة والثقافة والاعتقاد فكل إنسان هو بالتالي ينتمي إلى لغة معينة وينتمي إلى ثقافة معينة وينتمي إلى اعتقاد معين حتى لو رفض الاعتقاد بدين معين هو يعتقد بشيء أياً يكون هذا فالاعتقاد موجود في أصل الإنسان شاء أم أبا إلى درجة أنه يعني يقال أنه الانتقاد النقد لا يكون إلا باعتقاد أنت لكي تفند رأياً يجب أن تكون معتنقاً أو معتقداً برأي آخر نجيب والله طيب خلني برجع للحظة الحين صحيح أنه طهد رحمن حي هو فيلسوف مغربي لكن ما هو هو اللي كان في تويتر صح؟ من اللي كان في تويتر؟ اللي كان في تويتر الله يطول عمره يعافيه سليمان الناصر طبعاً سليمان يعني رجل لا هو فيه حقه أنا أسميه الهادي بعد الله إن الله دائماً إذا أراد أن يهدي شخصاً قيض له شخصاً يهديه مثلاً هذه الأمة لو للرسول ما اهتدت بعدها الأجيال اللاحقة دائماً يكون هناك على مستوى الأمة أو على مستوى الجماعة أو على مستوى الأفراد شخصاً يهديك سليمان قرأت فلسفة طه عبد الرحمن دائماً كان فيه هناك نموذجين نموذج النظري الذي نظر له طه عبد الرحمن والذي يربطه بالنموذج الأخلاقي والذي يسميه القدوة فدائماً تقول أنه أين تستطيع أن تجد هذا الشخص الأخلاقي والذي يكون عنده أيضاً القدرة النظرية لكنه أيضاً ملتزم بالأخلاق تراه مثالاً حي أمامك معلم مرشد ليس لأنه يعظك ليس لأنه يقولك هذا الصح وهذا الخطأ لا لأنك أنت ترى في أفعاله فكان سليمان هو هذا الشخص ما كنت تسأله؟ ما كنت يقولك؟ أنا لا أسأل سليمان أبو عبد الرحمن أن الله موجود لأمه موجود لا أنا نجلس ونتحاور ونتكلم وأنا في النآونة الأخيرة اكتشفت ماذا يكون سليمان أو أمثال سليمان اكتشفت أنه سليمان وأمثاله من الناس هم دعوات خلقهم الله على شكل بشر دائما كانت أمي الله يرحمه تقول الله يهدي لك عيال الحلال والله يجيب لك أحد يهديك فيمكن كان سليمان عندما خلقه الله في عالم الذر هو كان هو أمثاله يعني دعاء وجد على هيئة بشر أنا هذا التصور أكثر شيء أقارب فيه مثلا سليمان وأمثاله يعني إيش كان مدخلك الكتاب اللي كان مدخلك أصلاً حتى على أنت تقول أنك تجاوزت الكتاب عام 2012 فما قرأت سليم طاها عبد الرحمن في بداية الأمر وكانت بداياتك بردو نقاشات على تويتر اللي خلت كذا بدين وش كان اللحظة المصرية وش الكتاب مثلاً اللي يدخلك لطاها أو غير اللي يدخلني لطاها الله يسلمك أيضاً كتاب من سليمان أنا اشتريت مجموعة طاها وما كنت أعرف أنه فيه كتاب يمكن أن يسمى عتبة إلى فكر طاها فكان هذا الكتاب هو الإسلام بين الشرق والغرب لعلي أزد بيكوش أهداني يا سليمان وقال بما أنك كنت الآن ترغب في قراءة طاها إن أردت النصيحة فاجعل هذا الكتاب عتبة لقراءة طاها عبد الرحمن قرأت الإسلام بين الشرق والغرب ثم دخلت على مشروع طاها عبد الرحمن وش يقول يعني كتاب الإسلام بين الشرق والغرب يعني علي أزد بيكوش رجل أغلب المشاهدين أو المستمعين مفروض أنهم يعرفونه ومن لا يعرفه يعني هو رجل مجاهد ومجتهد يعني استطاع أن يطلع على الفلسفة الغربية بأغلب مدارسها وتشكلاتها الفلسفية ورواها ومذاهبها واستطاع أيضا أن يكون لديه قدرة على فهم الإسلام وجوها الروح الإسلام فعقد أشبه بالمقارنة كان هناك نوع من المقارنة يعني فكرة الكتاب تتمحور أن هناك أمرين هناك الدين واللا دين وخصوصا الفلسفات المادية تمثلها الماركسية بشكل أكبر هو ركز على هذا الشيء جعل أن الدين اليهودية والمسيحية والإسلام لديها رؤية عامة مقابل الماديات الفلسفات المادية وجاء يقارن ثم أيضا هناك مقارنة داخلية بين الأديان ما بين الإسلام وما بين اليهودية والمسيحية فضلا عن المقارنة العامة فكان يرى أنه مثلا أن اليهودية كانت دين مادي صلب بينما المسيحية دين روحاني خالص لكن جاء الإسلام وخفف من غلواء مادية اليهودية لأنه يقول في كتابه أنه جزء من الفلسفات المادية كان لها أصول أو مرجعيات يهودية بمعنى أن اليهودية كانت على الأقل اليهودية المحرفة الآن يعني نعتقد أنها محرفة ليست شريعة موسى لأن موسى اليهودية الآن تقول أنه الجنة تصنع هنا الآن وهنا بينما موسى كان حاضر في رسالته أنه هناك حياة آخرة لكن اليهودية بعد موسى انحرفت فأصبحت تقول أنه الحياة هنا الآن وهنا فذلك الفلسفات المادية يسميها فلسفات اليوتيوبيا أو الطوبيا أن تحاول أن توجد الجنة على هذه الأرض وذلك المجتمع طبعا لكن المعاشكرة الاشتراكي والماركسية التي يعني ينتسب إليها المعاشكرة الاشتراكي في الاتحاد السوفيتي حاول أنها توجد جنة على الأرض توجد بديل دين آخر دين دنيوي دين علماني فيقول أنه الإسلام كان ليس ماديا يعتقد بأن الحياة الدنيا هي الكمال لكنه أيضا ليس على الطريقة المسيحية أنه ينبذ الجسد ويصبح روحاني الإسلام هو مزج بين الاثنين وتخفيف غلوائهما طبعا تخفيف غلواء اليهودية والمسيحية المحرفة بين قوسين فالإسلام يهتم بالحياة الدنيا لكنه يجعلها بوابة للحياة الأخرى وأن الدنيا طريق عبور تستحق الإعمار والإنسان مستخلف وخليفة لله في الأرض لكنه الغاية هي الوصول إلى وهنا تستحضرني كلمة لابن تيمي يقول أن اليهودية دين الجلال دين القوة والمسيحية دين الجمال الرقة والإسلام هو دين الكمال الذي يجمع الجلال والجمال يعني أختصر الموضوع بثلاث كلمات دين الجلال دين الجمال دين الكمال الذي يجمع الكمال الكمالات الجلال والجمال فهذا الحين يجي علي عزة يقول أنه يحاول يقارب ما بين الغرب والشرق الدين والدنيا ويحس أنه الفلسفة الإسلامية هي التي تجمع ما بين هذا العالم المادي وهذا العالم الروحاني الروحاني بس هنا ستقول برضو أن هذا الكتاب ما هو الا انعكاس للفلسفة الغربية يعني ومحاولة منطقتها ضمن الشكل الإسلامي وأنت تقرأ كتاب علي لأنه علي عزة بيكوفيتش لم يكن فيلسوفا تقنيا بمعنى أنه فيلسوف عنده تكوين فلسفي هو كان مطلع على الفلسفات يفهم كثير منها يعرفها لذلك كان يعني تجد نوعا ما من يمكن نسميه الطراب أن هناك تأثر بالفلسفات الغربية بطريقة أو بأخرى بمقارباته للإسلام لكنه دائما يعني يبقى نقلة نوعية في مسألة أنه يعادة للمسلم القدرة على الاعتقاد بدينه من جديد وأنه هذا الدين أيضا يعني لديه من الحجج العقلانية والعقلية شيء الكثير ولديه اهتمام بالدنيا ليس كما يشاع أن الأديان لا تهتم بالدنيا تهتم بالآخرة لا هو يهتم بالدنيا ويجعلها أيضا طريق للآخرة جسر عبور لكنه عتب إلى الدخول إلى عالم طه عبد الرحمن يعني عندما تقرأ طه عبد الرحمن تجد الحجاج المنطقي والفلسفي الكبير والحجاج اللغوي يعني طه عبد الرحمن عنده قدرة على تطويع اللغة شيء عجيب طيب من هو أصلا طه عبد الرحمن وهل نقدر نقول عليه أنه فيلسوف تقني زي ما تقول هو يعني يعتمد على ما التعريف ما تعريف الفيلسوف إذا كان التعريف الإنسان المشتغل بالفلسفة فطه عبد الرحمن مشتغل بالفلسفة إذا كان تعريف الفيلسوف هو من يأتي بنظريات جديدة في الفلسفة فطه عبد الرحمن جاء بنظرية نظرية ايتمانية إذا كانت الفلسفة كما يعني الآن أصبح يشاع في الأخير بعد جيل دولوز وغتاري اللي يقولون أن الفلسفة هي إبداع المفاهيم فطه عبد الرحمن أبدع من المفاهيم الشيء الكثير يعني بس ما فيلوسف تقني؟ لأنك أنت تقول ما فيه في العصر المئة سنة إيه أنا قلت لك إلا طاعة عبد الرحمن أوه إلا طاعة عبد الرحمن فيه فلاسفة إيه لكنهم يعني يشتغلون بالفلسفة فإذا قلت إذا الفيلسوف هو الذي يشتغل في الفلسفة تجد يعني تجد أنه لكن فيلسوف بالمعنى الذي تستطيع أنه تقارنه بكبار الفلاسفة الغربيين الذي استطاع أن يوجد نظرية في الفلسفة استطاع أن يدحض مسلمات كثيرة ويوجد مسلمات جديدة تبنى عليها يعني فلسفة قادرة فلسفة بنائية قوية طاعة عبد الرحمن الذي شقق يعني أو يعني سكى مصطلحات فلسفية طاعة عبد الرحمن فيعني طاعة وليما في البلد اللي هلولد؟ هذا يمكن يرجع إلى ضعف التكوين أن الجامعات للأسف في العالم العربي عندها ضعف في الأساتذة الذين يستطيعون يكونون طلاب عندهم قدرة مثلا الآن طاعة عبد الرحمن أصبح هناك مدرسة حوله بسبب أن هذا الرجل استطاع أن يضع منهجيات في الجامعة المغربية جامعة محمد الخامس تمكن أن يكون هناك أجيال مشتغلة بالفلسفة وقادرة على الاشتغال الفلسفة مثلا الآن تجد مثلا حمو نقاري أيضا فلسوف كبير منطقي عظيم أحد تلميذ الطاعة عبد الرحمن وكثيرين يعني من مدرسة طاعة عبد الرحمن لكن طاعة عبد الرحمن خلنا نقول لك يعني جعل الفلسفة أمرا هينا وليست شيئا صعبا يقول أن الفلسفة هناك تهويل للفلسفة الفلسفة لغة طبيعية تستخدم اللغة الطبيعية لكن تحاول أن تضفي عليها شيئا من الصنعة فالفلسوف ما يشتق فلسفته ولا مصطلحاته إلا من لغة جماعته مجال أقومه المجال التداول له لكن الغربيين استطاعوا أن يكونوا مدارس لأنه كان عندهم دربة على هذا الشيء للأسف المسلمين في فترة سابقة بدايات الترجمات العربية مع بيت الحكمة تلقفوا الفلسفة الغربية ويعني الفلسفة الغريقية وحاولوا أن يقلدونها ويتماهون معها لكن بعد سنوات يعني مئات سنوات من دخول الفلسفة يعني مع أبو حامد الغزالي بعدما استقرت الفلسفة وأصبح هناك مجموعة من الفلسفة العربة والمسلمين استطاع أن يتقدم خطوة في نقد الفلسفات الغريقية مثلا نقد في تهافة الفلسفة الإلهيات في الفلسفة وقال أن هذه الإلهيات باطلة لكنه أبقى على المنطقيات منطق أرسطو وجعل أنه شرطه على الأصول أن يكون يعرف المنطق بعد سنوات جاء ابن تيمية ورد على المنطق الأرسطي وقال أنه منطق أرسطو هو منطق يونان وليس منطق اللغة العربية والمجال الإسلامي العربي يجب أن يكون عنده منطقه الخاص به أيضا تجد مثلا يعني شيء بشيء يذكر مناظرة يونس بن متة والسرافي اللي ذكرها التوحيدي في هي كده مو المقابسات يجي اسمه ذكرها التوحيدي كيف أنه متة بن يونس كان ينتصر للمنطق اليوناني منطق أرسطو وعندما حاججه السرافي تبين في نهاية الحجاجة والمناظرة أنه منطق أرسطو هو نحو يونان النحو اليوناني بعد مئات السنين يعني مع المنطق واللغوي أو اللساني الفرنسي فينسنت أثبت أنه المنطق الأرسطي هو نحو يوناني وأنك إن تكلمت بمنطق أرسطو فأنت تتكلم بالنحو اليوناني لكن إن تكلمت بالفرنسية و عندك نحو فرنسي تستطيع أنك تقدم منطق أيضا فرنسي فمن هذا الباب كان نقودات بنتيمية رائدة في هذا المجال لو أني أنا ما طلعت على كامل نقودات بنتيمية لكن هي قراءات في مقالات لأنه مشروع بنتيمية مشروع جبار وعظيم لعل الله يفشح في الأجل لأنه نقرأه بعد ما نقرأ ما ننتهي من المشروع طاه فكان طاه طيب وش الواحد يبوي المدخل يعني بعد هذا الترويج لي طاه وش المدخل على طاه غير الإسلام الشرق والغرب اللي هي العتبة التك اللي بعدها يعني التك اللي بعدها ممكن أنك تأخذ كتابين خفيفات لطاه هي كانت أشبه بالتعريف بمشروع طاه لأنها كانت حوارات صحفية تم تنقيحها وتفريغها في كتابين الحوار أفق للفكر وحوارات من أجل المستقبل عندما تقرأ طاه تحتاج بعد ما تنتقل منها يعني لأنها كتابين خفيفين كل واحد مئة وقمسين صفحة وسهل لغة صحفية بسيطة لكن إذا بدأت في أول كتب طبعا كتب طاه أنا دائما أقسم كتب طاه إلى قسمين قسم المضامين وقسم الأدوات المضامين هي ردود طاه ومضامينه التي يعني نظرياته التي يبث وأراؤه والقسم التقني أو الآلي هو الذي يجعل طاه أو يرغب طاه أن يمكن القارئ العربي أو طالب العلم العربي أنه يصبح فيلسوفا أو يمكنه من الأدوات التي هي المنطق واللغة والحجاج وهذه الأدوات تنقسم كتب طاه إلى قسمين فدائما أنا أقول أنه لمن يرغب في قراءة طاه أنك أنت أبدأ في المضامين أبدأ مثلا في شؤال الأخلاق ثم الحق العربي في الاقتلاف الفلسفي ثم الحق الإسلامي في الاقتلاف الفكري روح الحداثة هكذا يعني دائما أخذها تدرجيا أما إن كنت متشبع بطاه فتستطيع أنك تقرأ فقه الفلسفة اللسان والميزان اللي هو تكوثر العقلي أصول الحوار وتجديد علم الكلام طيب لو كان فيه فلسفة في المنطقة كيف ممكن يكون انعكاسة على المجتمع اليوم يعني يعني أنا ما أعول كثيرا أنه لو عندنا مثلا مئة فلسوف مثل طاه عبد الرحمن أنه حنلا بنصير أمة متقدمة وأمة حضارية لأنه التقدم الحضاري يعني بين قوسين التقدم المادي الحضاري لأنه دائما عندما قلت التقدم الحضاري ينزعون الناس إلى الرؤية الحضارية التي تعتمد على التقدم الصناعي والتكنولوجي والقوة المادية لكن هناك تقدم أيضا ثاني تقدم روحي وأخلاقي يغفلون الناس عن هذا الجاهل له الثقافي نقدر نقول عليه الثقافي وأيضا الأخلاقي التعاملي لكل أمة عندها رسالة وعندها قيمها وأخلاقياتها فهل هي تستطيع أنها تكون نموذج لهذه الأمم الآن تشوف أنه النموذج الليبرالي غزة العالم بسبب أنه أمريكا قوة رائدة وعندها نظرية أخلاقية لبرالية طبعا نظرية سياسية واجتماعية وأخلاقية تقدم نفسها أنها يجب أنها تكون هذا النموذج لا هذا النموذج هو أيضا تقدم تقني وحضاري أنت قد يكون لديك نموذج روحي وأخلاقي لكن لا يكون لديك نموذج يعني متقدم تقنيا وعشكريا اقتصادية فما الذي تريده أنت هل تريد أننا نصبح أمة قوية على المستوى العسكري والاقتصادي والتقني ولا أنه لا نحن نكتفي بالجانب الأخلاقي أو نجمع بينهما فالمسألة معقدة أكثر من أنها لأنه لو عندك مئة فيلسوف في بيئة لا تشجع على الانتاج العلمي والمعرفي لن يكون لهؤلاء الفلاسفة تأثير يمكن بعد مئات السنين لكن خلال العشرات السنوات لا التقدم التقني بين قوسين والمعرفي والاقتصادي يحتاج إلى إيجاد بيئة تهيئة هذه البيئة هذه أعتقد أنه بطريقة أو بأخرى تحتاج إلى ناس يكون عندهم إيمان بأنه يجب أن نتقدم هذه القطوة ويجب أن نصبح هؤلاء الناس يجب أن يكونون بطريقة أو بأخرى هم قادة سياسيين ومفكرين ورجال أعمال لأنك تحتاج إلى المال وتحتاج إلى السياسة التي تذلل عقبات أمام رأس المال لكي ينتج اليوم الغزو أنت ذكرت الغزو الليبرالي الأميركي اللي جالس يعني يغزو كل العالم وكذلك برضو فيه الغزو العلماني اللي برضو تكون الدول بهذا الشكل كيف شاهدتها اليوم على الدول يعني هو ما في شك أنه الآن يكاد يكون العالم بالغالب علماني لأنه لا توجد دولة على هذه الأرض إلا وهي علمانية بطريقة أو بأخرى الدولة الحديثة هي دولة علمانية طبعا أنا أقول الدولة الحديثة ركز بين قوسين الحديثة لأنه دائما الناس يقولون طيب كان دائما في دولة أنا أتكلم على الدولة الحديثة اللي هي بدأت تتشكل معالمها بعد صلح وتسلفاليا ليه وش الفرق بين الدولة السابقة أو الدولة الحديثة يعني فروقات كثيرة وجوهرية يعني أول شيء أنه مصطلح دولة يعني هل هو أنه وجود حكومة وجيوش وكذا هذا كان في الدولة القديمة كان في هناك دول يعني ما تقدر تنكر أنه كان في الدولة الرومانية والدولة اليونانية والدولة الفارسية وحتى الدولة الإسلامية بالخلافة العموية والعباسية لكن الفرق عن الدولة الحديثة أنه أصبحت الدولة الحديثة هي دولة قومية يعني الأمة دولة الأمة National State الدولة الحديثة هي دولة واضحة المعالم تقريبا لها حدود ولها علم ولها حكومة وعندها شعب ولها سيادة على أراضيها وعلى شعبها مو كان نفس كلام طيب أول لا أول ما فيه مفهوم السيادة لأنه ما مفهوم حدود يعني ما كان فيه اتفاقية حكة السيادة بس كان فيه من معروفين حتى وش الدولة الأموية وش الدولة العباسية لا بس أنت لدولة عباسية ولدولة أموية ما كان حدي كبيرت تزعل من واحد من الخليفة ولا من الوالي تروح على الدولة ثانية ولا على أمكان ثاني ما عاد يطلبك ما عاد يجيبك لأنه أساسا بدأت تختلف الأدوات التقنية لتنفيذ سلطة الدولة وسيادتها على مواطنين عندما تعرفك الدولة في جواز السفر فهي تستطيع أن تطالب الدولة الأخرى أنك أنت مواطن لي يجب أنك تعود لي هذا شيء مهم القدرة على المراقبة والمعاقبة هذا شيء مهم أيضا فلكن الدولة أصبحت الدولة الحديثة مرجعيتها الأساسية هي ذاتها طبعا هذا لاجم أنك تؤسس يعني أو تحاول النظر إلى ما قبل نشوء الدولة الحديثة نشوء علم السياسة الحديث علم السياسة موجود من عهد اليونان لكن السياسة في عهد اليونان وما تلاهم إلى ما قبل ميكافيلي كانت تقول أنه تبنى السياسة على الاجتماع يكون هناك ناس يجتمعون في قرية أو في مدينة ثم ينتخبون أو يصبح عليهم أحد ملك يؤسس سياساتهم على اجتماعهم مع ميكافيلي أصبحت الأمر معكوس أنه السياسة هي التي تؤسس للمجتمع ففي الدولة القديمة كان المجتمع والجماعة لها قدرة على صياغة سياسات الدولة الآن الدولة هي التي تصيغ المجتمع وتهندسه وتقولبه ففيه فروق مهمة كبيرة الأول الدولة القديمة كانت مرجعيتها من خارج ذاتها الدولة الحديثة مرجعيتها من داخل ذاتها بما أنها هي صاحبة السيادة أصبحت هي المشرعة أصبحت إله لذلك عندما يقول هوبز باللفثان كتابه أنها الدولة هي إله فاني فهو كان يعني هذا الشيء بالفعل أنها هي إله لكن يعرف أنه إله فاني لن يستطيع أن يعمر مدى الحياة حتى كلمة state تعني ثبات بس بالعربي معناها بالعربي دولة يعني من التداول من التغير حتى الكلمات لها معاني هذه المحاني تحيل على تصورات في الذهن وإلى أشياء مصاديق في الواقع يعني العربي والمسلم عندما يقارب الدولة لا يقاربها مثل ما يقاربها الغربي وإن بدأت الآن تتشكل يعني مقاربات في الذهن العربي والمسلم قريبة منه لكنها لا زالت مستعطية لأنه لا زال إله حاضر لا زال الدين حاضر لا زال جزء من العادات والتقاليد حاضرة لا زالت الدولة أضعف من أنها تفرض سيادتها على مخيال الجماعة أو الأمة طب على هابس هو يشوف أنه الإنسان في أصل الشر ولذا الحكومة هي الأفضل لناهي لتضبطه تشوف أنت الأصل في الإنسان الشر ولا الخير أول شيء ولو طاه يقول كلام في الموضوع خلني أقول لك أول شيء خلني أقول أني أنا ما أدري ليش عبد الرحمن أبو مالح جابني أولا لا 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 ليه يعني أنا إنسان بسيط أنا ما عندي شهادة ما أنا دكتور في الجامعة ما أنا مفكر كبير ما أنا مثقف كبير ولا أنا ريادي ولا رجل أعمال ولا عندي تجربة كبيرة فما أدري أساساً ليش جابني طيب فكل اللي أقوله ترى هو رأي وعد الشخصي الذي قد يكون عكس ما قال الشافعي الشافعي يقول رأيي صح يحتمل الخطأ أو رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأيي غيري خطأ يحتمل الصواب أنا أقول أنه رأيي خطأ يحتمل الصواب أرى الناس الثانين عادهم كل واحد يقول على رأي وما فأعني أنا إنسان بسيط أحاول يعني هذا مو تواضرا بعضهم يقولون أنه هذا الإنسان اللي يتواضع ليضفي على نفسه أني أنا إنسان بسيط أحاول أنا متواضع لا أنا حقيقة هذا الشيء ترى يعني أنا ما عندي التكوين المنطقي والفلسفي اللي أنا درست في جامعات عريقة وتعلمت على أساتذة كبار يعني أنا أنوي أني أفعل هذا الشيء أنا تنتلمذت يعني أنا إلى قبل ثلاث سنوات رجعت عكف رجلي من جديد في المسجد عند شيخة تعلم منه العربية من ألف باء أتعلم يعني لو أجيب لك كتاب الشيخ الله يمسي بالخير عبدالله الأنصاري هو دكتور في جامعة الإمام في الصوتيات ويعني شيخ فطحل يعني في اللغة العربية وفي الصوتيات أيضا ذهبت عنده اعتكافت أني أدرس اللغة العربية من جديد ودرست عنده الأجرومية وطلع كتاب بدأنا ندرس عنده اللي هو كتاب التأسيس في علم النحو بدأنا إياه من ألف باء يعني أنه ألف وباء وكذا باء هو اسم الحرف والباء هذه هي رسم الحرف وباء هي نطق الحرف عندما تشبكوا في جملة أو في كلمة يعني باب أنت ما تقول باء آ باء تقول باب فهذا نطق الحرف إذا اشتبك في الكلمة لكن هذا رسم الحرف وهذا اسم الحرف باء فمن هنا فدرست وقال لي أنه لماذا نحن في العربية يعني ينفر الناس من تعلم العربية ما يتقنون الناس العربية بشكل جيد يعني يكون متخرج بكالوريوس لغة عربية هم يعرف عربي يقول أنا هايجوني ناس في الماستر لأنه يشرف على رسائل الماستر ودكتوراه يقول أنا أختبرهم في ألف باب من جديد أغلبهم يسقط لأنه يقول أنه حنا نذهب إلى النحو ولا نأتي من ما قبل النحو وش اللي يقول لنا فهو يقول لك أنه النحو هو الإعراب الكلمات عندما تنتظم في جملة قال عبد الرحمن قال فعل وكذا فعل هو يقول أنه هذه جملة ما قبلها الكلمة التي تتألف منها الجملة الكلمة هذه أنت كيف تعرفها؟ تعرفها عن طريق الأوزان الصرفية ما قبل الصرف أنت يجب أن تتعلم الحرف لأن الكلمة تتألف من حرف مجموعة حروف ما قبل الحرف يجب أن تتعلم الصوت لأن الحرف هو صوت فأنت أنت تبدأ من الحرف مشكلا لأن العرب لا يبدأون بصامت يبدأون بمتحرك فالمتحرك هذا إذا حرف معه حركة فالكسرة والضمة والسكون من هنا تبدأ فهو أشبه بمن يلقي لك حبلا أو سلسلة ثم ترتقي مع خطوة خطوة فتجد أنه الموضوع سهل فكنت تقول لي يا شيخ سهلة هذه فيقول إيه لأنها سهلة هي كده فتقولها يا شيخ كانت شيبتنا في المدرسة فيقول أنه جزء من صعوبة العربية بين قوسين أنه يكون هناك أستاذ ما هو فاهم أو أنه ما له مزاج يدرسها ما عنده حبل اللغة وأيضا جزء أساسي أنه النحويون أو أن النحويين يعني صعبوا المسألة لكي يبقى النحو حرف لهم يكتكسبون ويعتاشون من ورائه مثل ما أنه الفلاسفة أغربوا في مصطلحاتهم لكي تبقى الفلسفة بين قوسين شيء عظيم ومجهول لا يستطيع أن يقربه إلا نخبة من الناس يعني الفلسفة شيء طبيعي عادي كل الناس يقدرون كل الناس يقربون بس بشارط أنهم يتعلمونها صح يعني يقرأ يعني يركز لا لا بدتلق معك حتى كان ظهر فيه في محاضرة للدكتور محمد العمري عن اللغة العربية وهو دكتور في جامعة ميك خالد في أبها بس كان يتكلم أنه حتى ما يمديه يدري أنه المناهج لا تساعد الطلب على فهمها وهو يغير المنهج أنه يكون هو دكتور في الجامعة يقول ما يخلوني يعني فيقول أنا أدري أنه هذا التعليم بهذه الطريقة خطأ أبغى أعلمهم بهذه الطريقة اللي بتكون كذا الناس يقدر تفهمها أنا طاري شي بشي يذكر أنه الشيخ أنا عرف طاها عبد الرحمن قلت أوه خلاص هذا الفتحة المبين فصلت أقرأ طاها عبد الرحمن وقوله أنه أستطيع أني أحاجج أصبح عندي ملكة ودربة وكذا بديت أشوف أنه طاها فيه مصطلحات وكلمات ونسج الكلام وتركيبه مع بعض فيه شي دائما ما تستطيع أنك تقضي عليه بسبب قصور اللغة عندي فيما رحت عند الشيخ عرفت أني بديت من ألف باء حتى طاع عبد الرحمن وين فتح عليك لا أنت تحتاج إلى ما قبله تحتاج أنك تتأسس حتى في اللغة لكي تبدأ تفهم المعاني وارتباط الكلمات وكيف تتغير وعلاقاتها والدال والمدلول والدوال يعني حوسة فلكن مشكلتنا بس أنه دائما تأخذنا حماسة الشباب فنقول لا هذا صح وهذا خطأ وهذا ما يصير وهذا يصير وأنا أعرف وهذا الرأي بعدها أنت تكتشف أنه ترى لا شويش يا حبيبي ترى ما عندك سالفة طيب إذا أنت تقول أن الفلسفة أنه أي أحد يقدر يدخلها يعني ممكن نفهم أنه مع الوقت يمكن في بعض اللغات الكلمات عفوان اللي تخليها صعبة وهذه يعني بس أنه هذه بسيطة يعني نقدر فيما داخل بس إذا في أصل الفلسفة أنه الناس تدخلها وفي أصل فلسفة أنها جيدة وممتازة لأنها تمكن الإنسان من فهم هذه الحياة وفهم معنى وجوده تساعدك على الفهم ما تخليك تفهم تساعدك تساعدك بس في كثير برضو يقولك أنه الفلسفة هذه ما تخل أنها تشكك أصلا في وجود الله ما تخل أنها تخليك تكفر ما تخل صح أو لا؟ يعني فيه نوع أو كلام يعني سمعته أذكر يمكن قاله واحد كانت كلمة جميلة يعني أنه قليل من الفلسفة يؤدي بك للإلحاد كثير من الفلسفة يؤدي بك للإيمان هي كلمة جميلة نوعا لكن إذا قربتها تجد أنه لا الموضوع عقد كثير من الفلسفة قد تؤدي بك للإلحاد قليل من الفلسفة قد تؤدي بك للإيمان هي تعتمد على نوعية الفلسفة وقراءاتها واستعداداتك النفسية وهذا الشيء وبالنهاية أنا دائماً أقول أن الهادي هو الله طيب هل نجي إذا كده أنه ممكن لنا فلسفة أنها تؤدي بك إلى الإلحاد قد تؤدي بك الإلحاد قد تؤدي بك إلى الإيمان وتزيد إيمان فمفترض أن العوام ما يتخلون فلسفة لا 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 أنا ضد أنه الجامع العوام عن علم الكلام والفلسفة طيب إذا أنت عامي هي المسألة مثل أي علم آخر يعني هل أنت تقول أنه أنا طبيب أبي نروح حلقة العالم بالشوارع وأعلمهم الطب أو الهندسة أو الفيزياء أو الكيمياء لا هي تعتمد على رغبات الناس هل هم يرغبون؟ لأنك أي مصطلح يعني أي حلم علم أو حق المعرفي جديد تدخل وتبدأ تتشوش ومضطرب لأنه في مصطلحات وكل فيلسوف أو كل عالم عنده استخدام لهذا المصطلح أو هذا المفهوم مثل أنا الآن لو بروح أقرب في الفيزياء بجد كثير من المصطلحات اللي ما أعرف أحتاج إلى سنتين ثلاثة أربع ما أدري كم حتى أبدأ أفهم واستوعب النظريات الفيزيائية وماذا تعني وكيف تطورت وكيف اصطلاحاتهم يعني يمكن بالفيزياء أقل لأنها بحكم أنها العلوم الطبيعية يعني تنحو إلى خلنا نقول الدقة أكثر أو أنها أيضا هي ليست دقيقة ما في شيء مو رياضيات ما هي زار واحد زار واحد زار اثنين الرياضيات يمكن هي أكثر شيء لأنهم في الذهن لكن كل ما رجعت إلى العلوم الإنسانية كل ما زاد هذا الاستشكالات عندك أكثر أن واحد يستخدم المدرسة الفلانية أو الفيلسوف الفلاني يستخدم المصطلح الفلاني بهذا الشكل قد يكون على الضد تماما من المدرسة الفلانية أو الفيلسوف الفلاني فأنت تحتاج إلى أنك تقول أن هذا المصطلح أو هذا المفهوم حسب استعمال الفيلسوف الفلاني أو مرجعيتي أنا أستخدم اصطلاح الفيلسوف الفلاني أو أنا أصطلح إذا أصبحت أنا قادر على أني أستخدم المفهوم وأصطلح به على ما أراهي بس أن المشكلة هنا أن الطبيب ليس بالضرورة أن يكون كل الناس طباء لكن كل الناس يبحثون عن المعنى يفهمون سبب وجودهم في هذه الحياة هل هناك خالق أم هناك إله كل هذه مهمة لكل إنسان في فرق أنا لا أرى أن كل إنسان يبحث واجد تعرفهم الله لا أهمهم شيء تبحث عن المعنى لا في ناس لا يبحثون كثير تجيهم الأسئلة لكن لا تشغلهم ما يقعد ديارة نفسه خمس سنوات يدخلونها في الآية مثلا إذا يخبرها لا تسألون أشياء تدركم لا لا أقصد أنه في ناس همهم المال تلقاه مغرق في جمع المال واحد تلقاه همه في أنه يصبح رجل سياسة أو سلطة حتى قراءاته أو شيء حول حياته تدور في كيف يكتسب هذه المهارات أو هذه الإمكانيات ليصبح في هذا المكان أو ليحصل على هذا الشيء ما هو بكل الناس أنهم فعلا عندهم لأن أساسا الأسئلة الوجودية هذه تسبب قلق كبير لم يكن الناس يقدرون يتحملونه فيهربون من هذا أنا الله موجود يأخذ دينه موجود يعني مثل تعرف إيمان عجائز نيسابور يعني اللي قالوا أنه هذا الفخر الرازي الذي لديه ألف جواب على ألف اشتشكال على الله قالت يعني ما يحتاج كل هذا الشيء الله نعرف بسهولة يعني فقال الله يعني يقال اللهم رزقنا إيمانا كإيماني عجائزي نيسابور هذا يعني ما يحتاج ألف استشكال على الله الله ما يحتاج أنك تشتشكله ألف مرة كيف أنت تؤمن بهذه الفكرة قبل لا أستشكلها ولا بعد ما استشكلت بعد ما استشكلت البديت أقول إيه أنه فعلا يعني كل هذه الأدلة وهذه الأشياء كيف يعمى بصر الإنسان عنها كيف تعمى بصيرته عنها طب قلنا لكنها هي نوازع النفس إلى الآن تجيك نوازع وشكوك وكذا يزين لك الشيطان وهواك فالإنسان يبقى يكابد هذه الأشياء ما ينفك وعبد ربك حتى يأتيك اليقين أحد التفسيرات أنه حتى يأتيك الموت هذا هو اليقين طيب بس يجي فيه ناس تقولك فيه خالق هناك خالق بس مهب إله وما أدار ظهر وش يلزم عن هذا المشكلة أنه نحن نلقي بالأقوال وما نعي الإلزامات عنها طيب لو فيه خالق وش يلزم عنه لو ما فيه خالق وش يلزم عنه لو لزم عنه هذا الأمر هل يلزم منه ملزوم ثاني من وراء لا خالق خلق هذا الكون أيوة بس ودار ظهره ومشي وبضروره ممكن بس موجود وش الغاية من هذا الخلق عادي لماذا خلقنا لماذا لم يهتم بنا لماذا لم يكترث لماذا أنت تسأل يعني لماذا اكترث أو لماذا لم يكترث ماذا ينبني عن اكتراثه ماذا ينبني عن لا اكتراثه يعني تنبني عنها الأشياء هذه يعني مثل الكلام اللي قبل شوي قلناه لي سؤالك اللي سألته عن الدولة والإنسان شرير ولا ما هو شرير لأنه ممكن واحد يسأل نفرت منه لا لا ما نفرت منه يعني هي النظرية اللي تقولك أنه كل نظرية سياسية تنبني بالضرورة على نظرية انثروبولوجية اللي هي علم الإنسان أنه هل الإنسان في أصله شرير أو الإنسان في أصله خير إذا قلت أنه الإنسان في أصله شرير أنت تأخذ المقاربة الهوبزية والمقاربة الدولتية أنه تقول أن الناس شريرين يجب أن يكون هناك دولة أو ملك أو حاكم يردعهم عن شرهم لأنه هوبز انطلق من أن الناس في حالة الطبيعة ما قبل تشكل الدولة كانوا والناس أحرار فبالتالي لأن الإنسان طبيعة ونانية فهو دائما يسعى أنه يأخذ المغانب والتالي هناك مقابل وناس يحاولون مثل ما يفعل فيتحاربون فتصبح حرب الكل ضد الكل لكي نرفع هذه الحالة من الحرب يجب أن يكون هناك دولة الدولة كيف تكون تتشكل أن هؤلاء الناس بمحظ إرادتهم يتنازلون عن جزء من حقوقهم إلى هذا المشرع أو إلى هذه الدولة وهذه الدولة تؤمن لهم الحماية والامتلاك أنك أنا أحمي ملكيتك وأحمي حياتك مقابل أنك تتنازل ثم بعدها تطورت أنه لا جا جون لوكوغا جون جا كروسو على يعني تقريبا على النقيض منه ينطلق منه الإنسان خير وأفسدته الدولة والمدينة أنه الناس في حالة الطبيعة كانوا لا متسلمين بدأت المشكلة عندما بدأوا يمتلكون لكن بالمؤدى النهائي كلهم مصطلحوا على أنه يجب أن يكون هناك عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم يلتزم هذا بأشياء ويلتزم هذا بأشياء فبالنهاية النظريتين اللي تنطلق من الأصل أنه شرير ولا خير أدت إلى مقاربة تقريبا قريبة من بعضها اللي هي مقاربة فلاسفة العقد الاجتماعي يسمونه أنا أقول أنه الإنسان لا خير ولا شرير الإنسان عنده استعدادات خلقه الله بها اللي هي الفطرة يمكن أن أسميها يعني أنت تصبح إما خير أو تصبح شرير نحضر هذاك يعني أي يعني أشبه يعني لأنه هذه المقاربة تجعل دائما هناك قدرة على التغير وهذا ما نلحظ بالإنسان أنه قد يكون هناك إنسان نرى أنه شرير لكن بعد فترة يتغير يعني مثلا خلنا نقول اللي شافه صراع العروش خلنا نسوي له دعاية يلا جيمي في بدايات أنت تكره لأنه كان إنسان شرير إنسان أناني يسعى وراء رقباته ولذاته ثم تغير وأصبح خير يسعى يعني ذهب حارب واضح أنه ما شاه في الفيلم فيما يوقت نسلسل فيما يوقت لا أنا المسألة أنه أنا أنطلق من أنه دائما الإنسان عنده قدرة على التغير لأنك إذا قلنا أنه الإنسان شرير فمعناه أنه يسعى فيبقى إلى ما لا نهاية إلى أن يموت شرير وإذا قلنا أنه خير فيبقى إلى ما وهذا يعني الواقع أعتقد أنه يكذب هذا الشيء الواقع يقول أن الإنسان منفتح بس متى يعرف أنه في الأخير هو إنعكاس المجتمع يعني ما يقدر يعرف بعضه ما يقدر يعرف أنه هذا الخير أو هذا الشر يعني زيما يعني المتدين المسيحي يدري يحس أنه هذا هو الصح يعني خلنا نقول أنه هي ليست كل الأشياء بس فيه أشياء بالضرورة القيمة الكبرى يمكن أن أعتقد أنه أغلب الناس يعني يكادون بين قوسين يجمعون عليها مثل أنه العدل أفضل من الظلم لكن مقاربة كل إنسان للعدل تختلف لكن هل مثلا تروح تسأل واحد تقول العدل أحسن ولا ظلم بيقولك لا ولا ظلم عادرة ما ألقى يمكن واحد لكن مثلا تقوله أنه القتل هل هو خير أم شر تلقاه يقولك القتل بالإجماع شر لكن فيه أمور قد تجعلنا نقارب القتل ونرى أنه فيه جزءا من الخير يعني مثلا إذا كان شخص قاتل يقتل الناس فممكن أن نحكم عليه بالقتل لأنه ندفع ضرر أكبر من ضرر وهذا يمكن حتى ما يكون عنف وطاها عبد الرحمن في كتاب صغير مرء جميل جدا يعني أنه سؤال العنف دائما أرجع على أنه هل وش الفرق بين العنف والقوة وهل كل ما يفعله الإنسان قد يكون عنف وإن كان إرى بين قوسين أنه هذا الفعل عنيف مثلا قتل الإنسان في البداية ترى أنه عنف لكن إذا كان صادر عن محكمة مستقلة وقضاة مستقلين وفهمين وكذا قد يكون أنه فيه مبرر لهذا القتل فهو ليس عنفا إنما هو إيقاع عقوبة أو أذى على هذا الشخص لأنه هو ارتكب أيضا لأنك إذا تركتها مفتوحة هذا الأمر يرجع الناس يتقاتلون ويأكل الكل للكل طيب يعني برجع لنفس النقطة قبل شوية قلت أنه ممكن للناس تبحث عن المعنى وقلت أنه كيف الوقت معنا وقت ومجي أنت اللي عندك أنا بس جالسي شوف الساعة فتقول أنه مو كل الناس يبحثون معنا في بعضهم الآن يبحثون خلف المال يبحثون خلف أي أن يكون مو مهتمين وبعضهم اللي يطنش وخلاص يقول هذه هي الحياة بس إن كلهم يبحثون عن السعادة مو يعني تقريبا تكاد تكون أنه في النهاية الغاية كل إنسان أنه يكون سعيد بس أما أظن أنه في إنسان وجد على هذه البسيطة كان سعيدا مو حسن ولقد خلقنا الإنسان في كبد دائما النفس تسعى إلى الأشياء تسعى لأنه يعني رغبتك في امتلاك الأشياء هي دائما التي تسبب لك القلق وتجعلك لا تشعر بالسعادة لذلك السعادة هي لحظات قد تطول أو تقصر لكنها ليست مراحل طويلة يعني أنت قد تفرح بامتلاك كسيارة جديدة قد تفرح بحب قد تفرح بسفر قد تفرح لكنها دائما يعني لحظات قصيرة تطول أو تقصر يومين ثلاث أسبوع يوم عشر أيام ساعات لكن في المجمل الإنسان مخلوق في كبد دائما هو يكابد الحياة هناك دائما مشقات أمامه يعني وهو دائما يحاول أن يتخطى هذه العقبات وهذه المشقات طيب بل يقول لك أنه مثلا كان الإنسان أول أهمه أنه يبحث عن لقمة عيشة أصلا ما كان عنده هذا الهم خلف السعادة كان يعني بس يبقى يعيش فقط يبقى يعيش اليوم لا صارت السعادة ترقاها في كتب في جرير في صار في هم خلف هذه السعادة بحث مخيف يعني إلى أنه يبحثون عن السعادة وش وش هتدافع وش هتغير يعني خلنا نقول أنه هناك فلسفات خصوصا الفلسفة الليبرالية بشرت بمفهوم السعادة والرأسمالية أيضا حاولت أنها تحظ على هذا المفهوم وتجعله أنه شيء بإمكان الإنسان الحصول عليه استغلت هذا الهاجس النفسي القلق يعني فيه طبعا أنا كما تكلم لازم يقول طاها عبد الرحمن لأنه أغلب النظريات الغربية اطلعت عليها عن طريق طاها عبد الرحمن مثلا طاها عبد الرحمن اللي بتكلم الحين عن مفهوم السعادة والنفس والقلق والفقد أنا قرأت لا كان اللي يتحدث عنها من خلال طاها عبد الرحمن في كتاب شروط ما بعد دهرانية أفرد له فصل طويل فكان يناقشه فقبل لا يناقشه كان يجيب أراء الشروط ما بعد ديس شروط ما بعد الدهرانية فكان يفرد هذا يعني الآن أنا أنقل عن لا كان أو قال لا كان كذا لكنه الواسطة كانت طاها فمثلا طاها عبد الرحمن لكان يقول أنه الخطاب الرأسمالي خطاب عرف أو فهم حاجة الإنسان النفسية لذلك دائما كان عنده قدرة على إيجاد رغبات ليس محاولة إشباع الرغبات أيضا إنما إيجاد رغبات خلق رغبات للإنسان يقول أنه الإنسان كان يعيش في بطن أمه مرتاح مبسور ما يعرف شيء ما عليه خلاص هذه هي الجنة ثم عندما خرج استهل بصراخه لأنه فقد هذلك الأمان ثم تلقمه الأم الثدي فيشعر بالأمان من جديد ثم تنزع أنه الثدي يرجع يصنع ثم بعد سنتين ولا ثلاث تفطنه فدائما عنده فقد أصلي استغلت الرأس مالية هذا الفقد الأصلي وقالت أننا ممكن أن نعوضك عن هذا الفقد الأصلي بتحقيق رغباتك وتلبيتها فبالتالي عندما تملك هذا الشيء أنت رح تسعد عندما تأخذ هذا الشيء أنت رح تكون شعيد إضافة إلى أنها أيضا خلقت رغبات جديدة ما كنا نعرف يعني ما أدري أنت إذا من جيلي أو لا ما توقع بس يمكن لا أنت أكبر مني يبدو شكلك بايد أنه حنو عشنا قبل جيل الآيفون يعني أقاعد بل الجوال كله عشنا هل حين تقدر تعيش بدون جوال؟ تقدر تعيش بدون آيفون يعني بنحجب الآيفون طبعا بدون إنترنت هل يقوم العالم بدون إنترنت؟ مو بن تعيش؟ بنهار أقول له ليش ينهار؟ كان عايش طول عمري ما نهار أنا أدري يعني تاريخ البیشري المكتوب يقول خمس آلاف سنه و الأن يقولون ملايين و ناس قالوا لهم لقلنا نقول من خمس آلاف سنه خمس آلاف سنه إلى خمس آلاف سنه لهم قل LAR 40 سنه وبدأ الأنترنت يطورون الجيش الأمريكا قدموا بأقريب وبدايї وبدأ يطلعوا بالتسعينات دخل العالم توهاه رفد و جاءنا ستيฟ Drops وطلّع لنا الآيفون وشيغال لنا ما حد نقدر لشان كثير من شغلي لازم موعيد ولا شغل كده بتضطر انك باش تحيش يوم تتركه أنا حشعر براحة ما عاد فيه قلق حين الجوال يقول لك تمسكه ويعطيك التقرير الاسبوعي التقطته في اليوم 250 مرة هلا وش هنا التقطته 250 مرة وش هالشي المهم وش هالشي المهم اللي خليك تلقطوه يعني كذا 250 مرة على مستوى 24 ساعة 8 ساعات انت نايم وكم ساعة مدري تاكل خلينا نقول 8 ساعات باليوم او عشر ساعات عندك اللي هذا انشغال وواعي التقطته 250 مرة كم يعني كل دقيقتين تلقطو كل ثلاث وش هالشي اللي بيفوتك لو ما لقطوه وانت ما عندك تويتر ها لا عندي تويتر بس حساب مستعار اه اه لا خلاص شنون يشون توابنا بطلنا من تويتر كسرنا الدفو على قولهم بطلنا الغنى طيب احسنت احسنت طيب ويجتمع المتنمرين تويتر لا زين زين غراب اصبح ما هو تويتر ما هو عصفور المفروض يجاك هذا يغير لونه الى اسود يحط غراب لا واش يجي كالغراب اش في الغراب لا اقصد انه يعني الغراب في الاسطورة وانه رمز للخراب والنعيب ولكذا يعني فانت دائما العالم ينعقون عليك في تويتر لو تقول السلام عليكم يقول لك احديش ما قلته عليكم ورحمة الله وبركاته اذا قلت بركاته وقالك ورا ما حطيت ثلاث فاصلات ولا فاصلة يعني كل واحد يريد يتكلم لا الحين لو تسلم ليش تسلم بعد اي او اي قل طابة صباحكم طيب شو اسمه على الخرافات والاشياء هذه خلنا ناخذ العرب يعني عندك سالفة مع العرب بتعتقد ان اخلاق العرب وعلاقتها بالصحراء مش سالفة يعني انا قلت ايه منو انت قلت وين وين قلت قلت في اللامكان طلع عطني المصدر في اللامكان اه وين هذا اللامكان لا يوجد شيء اسم لماكان والله ما ادري يعني انا اقول انه يعني اكيد انه للبيئة بطريقة او باخرى تأثير يعني يعني مثلا جزء من يعني يشوف مثلا بعثة النبوة النبي عليه الصلاة والسلام بعثة في قوم كان عندهم انفة بعيدين عن الحضارة بمعناها المادي ولا يوجد سطوة دولة عليهم يعني تسومهم سوء العذاب وتأخذ ضرائب عليهم او تحد من حرياتهم والاسلام بطريقة او باخرى هو الدين الحرية والتحرر كمثل ما اراهنا يعني فكان هذا جزء شيء جميل يعني انك استطاع جيل الصحابة والتابعين انهم ينطلقون في مشارق الارض ومغاربها بسبب انه دائما كان عندهم انفة وعنفوان وكبرياء فهذه تساعد على ايضا البيئة العربية ساعدت على نشوء الكرم انه الناس في هذه الصحراء لو ما اصبحوا كرماء ايضا يعني ممكن هذا يكون تفسير بيولوجي او تفسير اجتماعي ما هو اخلاقي لكن انا ارى انه فيه جزء من الصحة يعني بضافة الى الاخلاق يعني انهم العرب كانوا كرماء لانه اذا لم يصبحون كرماء ويقرؤون الضيف قد يهلك هذا الضيف والانسان بطبيعته يرى انه هو اليوم ضيف وغدا مضيف فبالتالي فيه جزء من النفعية او التبادلية يعني وهذا مو عيب انا اي لانه بعضهم يقولك انك انت تقارب هذا الشيء من وجهها منفعية وانه الاسلام ايضا فيه منفعية وانه الاسلام ليس دينا روحانيا خالصا الله يقول تجارة مع الله فيه عندك مستويات ايضا ليس كل ما هو نفعي هو عيب او حرام الحياة فيها جزء كبير رمادي فانت تكون نفعي وقد تترافق النفعية مع الاخلاق بس انه تبقى مرتبطة بالغاية لا هي نهايات يعني مثلا خلنا اقولك مثلا حنة ارنت عندها تقشيم للعمل والغايات في سؤال العمل جاوب طه عبد الرحمن في المقدمة شي جميل انها هي تقسم انه العمل فيه الكدح الشغل لاصحاب الصناعات والشغل اليوم اللي يشتغلون يكتحون لكي يكسبون قوت يومهم وفيه الناس اللي يصنعون ستيف جوبس يعتبر صانع تراه يعني وما تراه انه هو العظيم يعني وتراه هناك الفاعلين الفاعلون يعني امثال ارسطو افلاطون هؤلاء الذين ممتدين على الزمان لانهم عندهم فاعلية سياسية وتشارك في المجتمع ويبنونه فهؤلاء هم الخالدون هذا التقسيم طاب الرحمن جاء وقسم قسمة ثانية وهذا الارتباط الغايات اللي قلت عليها أنت هناك عمل ثقيل وعمل خفيف وانطلق من الآية أنه وجئنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أبا منذورة إذا كانت ذكرتي صحيحة في سبت يعني قراءة الآية أنه العمل الثقيل هو الذي العمل الذي يبقى وإن كان صغيرا يعني أنك تشيل حجر عن الطريق لأنك تقول أنه هذا الحجر قد يؤذي طفلا أو امرأة أو رجلا أن يمشي أو قد يؤذي سيارة شخص لأنه تدعس عليها السيارة فتطير الحصاة تكسر قزال السيارة ثانية هذا العمل لو شئ أمطت الأذى عن الطريق وكانت غايتك التقرب من الله فقط هذا العمل يصبح ثقيلا عند الله لكنك إن صنعت شيئا كبيرا وغايتك ونيتك ليس التقرب إلى الله هذا عمل خفيف وإن رأه الناس ثقيلا فيعني هنا أنت قد تكرم تكون كريم يأتيك ضيف فأنت تكون كريم هنا يكون قصدك الله لكن هذا الشخص قد يمدحك يقول أنه جيت بالمكان فلاني صار الفلاني عبد الرحمن أبو مالح رجال كفو رجال كذا يقصد فيك هذا حصل عرضا ولا يتعارض مع نيتك الأساسية هذا يأتي زود خير زود خير أنه الناس يمدحوك بس مو غايتك الأساسية أنه الناس يمدد يحونك وليس غايتك الأساسية الإنقاذ البيولوجي للنوع أو للنوع وش النوع وش عليهم للنوع النوع سبع مليار ما هم قاضي ما يموتون حتى لو ماتوا عشر ألاف في جزيرة العرب إذا كان القصد بين قوسين الغايات البيولوجية اللي هي المحافظة على النوع النوع ما عادي ينقرض خلاص تحتاج أن الشم استصدم الأرض يمكن ينقرضون يمكن ما يقرضون لا لا هم جاسين يزيدون بس أنه فيه اللي هو الآخرين اللي يقول لك أنه أنك تسوي الأخلاق تنبع منه أنك تبغى تسوي شي صح لأنه هو صح ويقول لك بعضهم لأنه يريحك وبعضهم لا لا فيها مقاربات قد تأتي كلها مع بعض ما يتعارض هذا مع هذا حنا يا إما نفعيين أو واجبيين يعني الواجب اللي كانت يقول سوه حتى لو أدى بك إلى أي شيء لأنه واجب لأنه واجب وهذاك اللي يقول لك لا أنتسوي المنفعة ومنفعة الصالح العام وكذا ومقارباتها حنا نقول له حنا ممكن نسويه واجب يعني نعكس على الصالح وأيضا يريح نفسيتك ويرضي لله كلها ناربعة ما يتعارضا مع بعض عادي ليش يعني ليش نفرض أنه لازم فيه تعارض بس لأنه الغربيين قالوا فيه تعارض طيب الغربيين بكرة طلعوا النظرية قلوا ترى لا الشمس تشرق من الغرب حين طول عمره أنا عارف أنه تشرق عن هذا الموضوع أنه كل مفهوم منقول من أي ثقافة كانت غربية أو شرقية معترض عليه حتى تثبت نجاعته الإجرائية يعني بالأساس أنك تفحص وتنتقده إذا كان ينفع أخذه إذا كان ما ينفع رده مول تسلم له وكل مفهوم مأصول من حضارتنا ومن تاريخنا وثقافتنا هو مقبول حتى تثبت عدم نجاعته الإجرائية يعني الأصل أنه مقبول لكن إذا جاء واحد وبيّن أنه ما هو نافع إجرائيا لا لا حتى لو كان من من مجتمعنا ومن ثقافتنا ومن كذا لا لأنه ما هو الحق النهائي ما في أحد يقدر يقول أنه هذا الحق النهائي يعني أنا من اليوم أمدح طاه عبد الرحمن لا يعني أنه طاه عبد الرحمن ختم الحق وعنده كل حق طاه عبد الرحمن بشر مثل ومثل غيره ويخطئ كثيرا ويصيب وعنده أخطاء ومثل ومثل غيره يعني أرسل عصاته والسلام عندما بعث معاذ بن جبل إلى أهل اليمن وقال أنك تذهب إلى أهل كتاب فإن ذهبت فماذا تحكم عليهم قال أحكم بما أحكم يعني بحكم الله ورسوله قال لا أنزلهم على حكمك فلا تدري أتصيب حكم الله ورسوله أم لا هذا صحابي جليل فمعناته أننا دائما لاجم نصير عندنا تواضع بش أيضا يصير عندنا القدرة والملكة النقدية الفاحصة لا نصير أمعات يعني نأقبل كل شيء وأيضا لا نصير صلبين كأننا جدران مصمت نرد كل شيء لا هذه حضارة تتفاعل وحضارات تتفاعل مع بعضها خذ زين وترك الشيء ممتاز طيب مع كمية فتحك للآيفون إيه ما افتحت له مرة واحدة هلحيل بس أنت بتعبئتين مرة في الأسبوع كيف تقدر تقرأ؟ كيف تضع وقت يعني؟ كيف؟ هذه مشكلة صراحة القراءة خلنا أقول لك بين قوسين أني أنا من الناس اللي ما يقرون كثير لكن عندهم قدرة على الادعاء والإيهام للناس يعني لأنه أنا عارف أنه كثير من الناس مثلي بعد ما يقرون لكن عنده قدرة على الحجاج وإيهام الناس أنهم يقرون يقرأ مراجع يعني أنا حتى تكلمت لك عن ابن تيمية ما قرأت لكتاب واحد ابن تيمية وتقريبا نص سيرة الجامعة لابن تيمية لكن قرأت بعض المقالات سمعت بعض النقاشات حسب الواحد أنه هذا مختم ابن تيمية وهي مهارة إيه فهي مهارة وفي أيضا جزء من الناس ينخدعون بسهولة مجرد أنك تلقي كلام أو ما تتردد وما تتلعثم يقولون الناس أو لا هذا فاه فأنا أقرأ بس مو بشيء كبير وأنا دائما أقول أن المسألة مونك كم تقرأ أكثر شيء يقرأ بالدنيا هذه كلها فرامة الورق تقرأ ألاف الورق طلع شيء ما طلع شيء المقال ويش تقدر تقرأ ويش تقدر تراكم من معرفة ومن قدرة على اكتساب المناهج لأنه الأساس أنك تكتسب مناهج يعني ما أدري يقولون عن فيد قرشتاين على طاري القراءة أنه ما قرأ كثير من الكتب إلى درجة أنه حتى نقد العقل ما قرأ لنصه طلع شيء حظيب فمو بضرور انك لازم تشير فرامة كتب عشان طلع شيء كويش بس ايضا تحتاج انك تحاول بقدر استطاعتك انك تقرأ لكي تثري لغتك وتطلع على مذاهب وعلى افكار وعلى تساعدك في فهم الحياة في فهم نفسك في مقاربات يعني انا افضل وقت ابدأ اقرأ فيه متى لا صار العيد ليش صير مواصل وروح اعايد الناس وارجع بالليل ابي بس انام انام واصير اقعد الفجر من الفجر للساعة ثمانية ممتاز اربع ساعات تقرأ وانا تروح تفطر يبدأ عاد الخمول فهذه الفترة هي اكثر فترة دائما تمتد الى شهر شوال كامل بعده حسب اذا قدرت اقوم اصلي الفجر وبعدها ابدأ اقرأ هنا فيه تركيز وصفاء وقدرة يعني هذا بس هذا من الاسف يعني ممكن يمر سبوع ما قريت ايه ممكن يمر شهر بعد ما قريت يعني بس اني انا وعد لازم اصير اقرأ له يعني ما ادري ما اكتباتكم سكرة ما احد يدخلها ايه والناس يحاولون جايما انهم يدعون يقول انا لا لا عادي انا وغيري انا عارف كثير من الناس اللي يدعون وانا واحد من اللي يدعون طيب كم جلست في سوريا 17 سنة ما بتحكي سوري الا بحكي اكثر اقلد لك اكثر من لهجة سورية اه جيب متى اثرت يعني لهجة كبير ضائمة يعني لانه بيئة خوالي مقاربة على بيئة اهل نجد لانهم قبائل وعايشين في مناطق ايضا سحراوية درجة الحرارة 45 في ايوم جيت عن رياض كان عني ما عندي مشكلة حار حار كل مكان وهم قبائل ايضا وجزء منهم امتداد للقبائل اللي في ناجد فيعني كان فيه بس ما عليها هم تبدأ بعدين انا جيت 17 سنة وكنت لعب كورة في الفريق وكذا يساعدك على انك تكتسب اللعب اللهجة بسرعة وانا يمكن عندي قدرة اساسا لسانية لساني طلق ايه عرفة قلد وعرفة سوي ونكت وطاقطق فهذا ساعد على اني اكتسب اللعب وانت هنا كنت تتكلم سعودي ولا تتكلم سوري يعني كيف في مدرسة هناك في سوريا لا في المدرسة اتكلم مثلك مثل جيلك اللي الناس اللي معاك ايه اتكلموا يوم رجعت يوم رجعت يعني طبعا فيه اطرابة شوي بس بيمكن بعد سانا خراس لكت الامور جميل طيب فيه اخر سهل فهي انه انت ما كملت دراسة جامعية ايه نعم ليش يعني اول شي انا كنت مسؤول عن عائلة من عمري 17 سنة يوم جيت بعد سنة لحقتنا امي وانا كنت يعني الابن الاكبر عندي اخوي ثاني ابوي ما كان يصرف علينا وبعيد عننا اساسا هم برفحة وقبلها كان في الارضين اول ما جينا السعودية قاعد سنتين ثلاث كان زعلان يعني عنده شوي مشاكل فجيت انا جلست عند امامي سنة وبعدين اضطريت يوم جت امي اني لازم ااخد بيت فاضطريت وكان عندي اساسا مشكلة في بطاقة الاحوال بعد اني انا ولد في البرسورية وابوي ما ضافني ابوي بدوي يعني اخر همه اساسا انه كيف عياله ممكن يسوون يعني صح انه يبيهم يطلعون كويسين بس انه هو شي يقدم لهم اذا اخر همه يقول انت رجال يقدم لنفسك انا بعد رجال ابوي ما قدم لي شي وانت بعد رجال سو نفسك فاضطريت اني اشتغل كذا ثم بعد فترة بحكم علاقاتي يعني انا عندي قدرة لتكوين العلاقات الاجتماعية بشكل كبير يعني وانا ما عندي اصدقاء من جيلي الا اللي كنت لعب معام كورة علاقتي مع الكورة من الساعة اربعة لساعة ستة صلت للمغرب خلاص كلنا راح بيته وانا فتعرفت على كثير من الدكاترة السعوديين بعد فترة كنت انا لو بكمل عند هذا الدكاترة بصير احمار مربع اولاد اربعة يعني انهم بالعكس يصير يوهمونك انك تعلم وانت لا تعلم يصير عندك جهل مركب تحسب انك تعرف وانت ما تعرف يعني قبل كم سنة دكتور اظن يحمل شهادة الدكتوران من امريكا يمكن قبل ما اولد او مع ولادتي يعني بالثمانينات بداية الثمانينات عظم الشورى طبعا ما نسميه عشان ما يروح يحشرني يعني رفع يرفع عليه دعوة وما نعرف وشي ولا ودي اسميه لانه مشكلة يكون عظم الشورى لثلاث دورات ظهر هذه الدورة الثالثة ودكتور وهذا يدرس العالم يعني هذا فهم فكان عن شي صادم جاء في المجلس اللي كنت فيه هنا وهو مجلس بعد احد الدكاترة في جامعة الملك سعود فقال يا أخي اليوم بلشونها بمجلس الشورى يناخشون الثقافة والمثقف جاينا من وزارة الثقافة والإعلام قبل لا يفصلونها ويقولون منهم يا أخي العالم قفت عرفت الثقافة وعرفت المثقف وقضينه هو يقول كذا هو يقول كذا وأنا سعر النقاش كذا قال لي أنتفت علي قلت وش الثقافة وش اللي يعرفوها وين عرفوها تلبك كذا وشوي قال لا الثقافة إنه عالم حاش مين هالثقافة هالثقافة اللي نعيشها قلت والله اللي عرفه أنا إنه إلى الآن ما حالي قدر يحسم مش الثقافة والمثقف إلى الحين مطاحن وكشر العظام ما قدروا يعني وكلمة الثقافة من وين جدت وش الموقف اللي مرتبط فيها هالثقافة اللي مع السلطة والثقافة اللي ضد السلطة والثقافة الجماهير والثقافة العظيم ما ترى لا الحين الأوروبيين والأمريكان هم اللي للحين هم الطاحنين إذا حنا حسمناها جزاك الله خيبس هم ترى لا حين فبعد نقاش يمكن ربع ساعة أنا وياه قال ورا ما تكمل جامعة عندنا مم فأنا قلت يا دكتور والله إن شاء الله لأني كنت مهذب وأنا بالعادة ما صير مهذب مثل المواقف اللي يكون حنق فيها هذه لكن يعني قلت يعني والله ما يدي دكتور بس إنه مشكلة كثيرة من الدكاترا يعني اللي اللي بتدرس عنده ما رح يضيف لك شي يعني أبيه يسمع بس قلتها بأكثر قدرة على ضبط النفس بأكثر العبارات ذقة ولطف وأدب يعني ما أقدر صاحب المكان كثير وهذا شايب كبير ولو مكانه ويعني ما بيدخل في جدال بعد ولكن هذا أو نوعية من الدكاترا وفي كنت أقول لك تروح تقضي أربع سنين تكد رايح راجع حق وفر حق البنزين أنت بتروح يعني هذه ميزة إنك تروح تدرس في الغرب أو تدرس عند مثلا أستاذ مثل طاها أو مثل حمو النقاري هذا بينقلك نقلة نوعية أنت تروح تدرس الجامعة علشان تنتقل نقلة نوعية مو علشان تاخذ شهادة بعد أربع سنين وتوظف فيها العلم صح أنه ما في شيء يطلب لذاته العلم من الأشياء اللي ممكن شوي تطلب لذاته لكنه مو بالشكل اللي المهوسين بالعلم بعد يقولونه لكنك تطلب العلم لتترقى معرفتك وإدراكاتك مو علشان توظف بالنهاية يعني الوظيفة هي صحيح لكن الوظيفة بالنهاية ممكن في البلدان العربية إذا عندك واسطة ممكن توظف أجي مو بضرورة ممكن توظف وظيفة بعد أحسن من اللي عنده شهادة تعتمد على قدرتك وعلاقاتك وخلفيتك الأسرية وعلاقات هالك وناسك وكذا قد تحصل إذا كانت الغرض بعد اللي هي الوظيفة علشان العيش ممكن تحصل بالتجارة ضربة تغنيك عن كل الوظائف ربما يعني بس أنه في الخير هي أنه تحسيل حاصل حتى يعني مؤسس واحدة من أكبر الشركات في أمريكا للمهارات تعليم المهارات لأنه يؤمن أنه المهارات هي المستقبل إن الإنسان لا يحتاج إلى شهادة جامعية وإنما يحتاج إلى أنه يتعلم مهارات معينة ويطور نفسه في مهارات فالسوق يحتاج طبعا هذا الكلام ما أقوله علشان يجون بعض الناس بعد يحاجج معي يقولي إيه وستوف جوبز ما كمل جامعة ترى حبيبي منتو ستيف جوبز لا أدرس إيه أنا بعد أنا أقول أنا لو عندي إمكانية الآن أني أروح أمريكا ولا أروح ألمانيا ولا أروح بعض دول أوروبا فأروح وأدرس أنت أدرس لا تقول يعني بعده يجيك بزر عمله 18 سنة يقولك أنا ما بيكمل عشان هذا ما يضيف لي أنت وش عندك عشان يضيف لك أي شيء يعطيك هو عضافة لكن أنا مثلا بعد أنت عديت عمر 25 ستة وعشرين وبدأت أفكر أني أدرس جامعة من جديد ويمكن صار عندي يقول أنه يمكن في ناس ما شفتهم أنا قد يكونون إضافات بس أنا اللي شفتهم من المحيط لك يعني ما رح يضيفون لك شيء خصوصا أني أنا أبي أدرس قسم معين أو حق المعرفي معين أساساً ممتوفر بالسعوية اللي هو الفلسفة اللي هو الفلسفة وإيش كمان يا ربي أنه الرجال اللي هو شيء اللي أذكره اللي هو متخصص ويؤمن بهذه وشركته قائمة على المهارات وعلى تعليم المهارات وغيره طبعاً في هارفورد واما اي تي جسي نشتغلون على هذا الحقل برضو من خلال مواقع اي دي اكس وغيرها لأنه يقول أنه لا تزال لليوم مهمة أن تحصل على شهادة فشهادة جامعية مهمة لا في حقول معرف أو وظائف في أشياء لازم يكون عندك الشهادة هذه أساسية مثلاً الطب لازم تكون مثلاً القانون لازم تكون يعني أنا محاقدر أروح عند المحكمة ترافع عن عشر محامين لكن ما عندي قدرة على ثلاث وكالات بس بعدها يقول لازم يصير عندك ترخيص محامات بس أنا يصير عندك ترخيص محامات لازم تكون تخصصت في القانون وأخذت شهادة ومارست ثلاث سنوات تدريب كذا يعني يعني شان مو بعض الشباب يقولون ايه شفتوا فلان يقولوا لا لا طيب شكراً لك حلقة رائعة شفت كيف كلام رائع جميل نقاش حلو عشان ما طبينا لا لا ما أنا طبيعت يعني نعرف كيف نتجاوز المطببات بس شكراً لك شكراً لروان الفريح على المساعدة في العداد وشكراً لأسامة أنا أكثر واحدة أشكر أكثر منك ومن روان أسامة لأنه دائماً يقولي في خطوط وقف يعطيك العافية يعطيكم العافية أنتم بالعكس أنا سعيد وتعطي يعني خلنا نقول لحظات من السعادة تعيشك أجواء من السعادة الحمد لله أعطيكم العافية شكراً جزيلاً لكم هذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية للنشر الأسبوع المقبل القاضي